راح ناخذ اليوم شباب بمحاضرتنا الاولى راح ناخذ الهايدرو كاربونات وراح ناخذ الجنرار كلاسيك فيكشين اوف هايدرو كاربون راح ناخذ التصنيفات ما للهايدرو كاربونات وراح ناخذ الالكانات اللي يسمونها البرافين بينما الالكينات اللي بعدها راح ناخذ الالكينات يسمونها الالكانات يسمونها البرافين طبعا راح ناخذ التسمية مالتهين حسب تسمية الايوباك وراح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل خلنشوف شنو عدنا يقول هنان شنو عدنا شباب يقول عدنا هنان شلون انا اقول المركب هايدرو كاربون شنه هي المركبات الهايدرو كاربون المركبات الهايدرو كاربون هي المركبات التي تحتوي على هايدرو جين هايدرو هايدرو جين وتحتوي على كاربون هي المركبات تحتوي على فقط كاربون انت هايدرو جين هي المواد التي تحتوي على الكاربون والهايدروجين يسمونها مركبات هايدرو كاربون وربما يحتوي على سي ار و بي ار هذا يسمونه الهالوجين اشتركوا في القناة هنا يقول عندي الهايدرو كاربونات عندي فيها انواع ايه الهايدرو كاربونات عندي كم نوع اعانه عندي اربع انواع عندي الكانات عندي الكانات وعدي الكينات وعدي الكاينات وعندي الأوروماتيك يعني البن شباب كل آثرة عندك انت مفردة هادي يسمونه ساتوريت يعني هذا مشبه ليش مشبه يعني يحتوي على اواصر سنجل يعني آثرة وحدة يسمونها سيقما يعني آثرة وحدة اذا آثرة وحدة يسمونها سيقما فاذا الالكانات هي تكون ساتوريت مشبهة وفوق اي شنو تكون اواصرها مفردة فاذا اواصرها مفردة تكون مشبهة ساتوريت بينما اذا عندك انت دبل بوند دبل بوند او تربل بوند آثرة ثلاثية او مثل هاي هماية آثرة بوند البنزين الاواصر المالتها كلها يجي يعني بها دبل بوند وبها بها سيقما المهم اي آثرة مفردة هذا هو يكون مشبه ساتوريت بينما اذا كان عدنه بآثرة مزدوجة او ثلاثية او مثل ارماتيك فهذا يكون غير مشبه غير مشبه وصلت يا شباب اي مركب عندنا بآثرة وحدة هذي يسمونه مشبه ما بي يعني يعني المركب ما بي لا دبل بوند ولا تربل بوند ولا هم من الأورماتيك بي مثل الالكانات الالكانات تحتوي على آثرة مفردة وصل ناخذ herse وielt مقدمة على ألالكانات ناخذ مقدمة عن الألكانات شون هي الألكانات يا شباب الألكانات يا شباب هي هي يقول هي سلسلة عدنه هي سلسلة متماثلة مين سلسلة متماثلة هي عندي اهم شي هاي انه تعرفها احتمال تجي أمسك 办 . تكون الألكانات هي ساتوريت الالكانات saturated يابق ليش saturated لأن هي تحتوي على single equivalent point يعني آثرة تساهمية مفردة آثرة تساهمية مفردة ويكون الالكانات hydrocarbons يعني هي تحتوي على carbon carbon وتحتوي على hydroge ايه احنا قلنا الhydrocarbonات هي المركبات اللي تحتوي على الكاربون والhydroge يقول الألكان موليكيور جزئات الألكان هاي جاي يقول لك نانا يعني تتصل بالغلاف الخارج مالتها الكترونات هاي لا مو مهمة بديت ضرورة بس هنا نانا عندنا شنونا شباب بيقول عندنا الألكانات القانون العام مالتها يعني القانون مالتها الصيغة العامة للألكانات حتى تعرف انها بمركب الكانات هو هاي الصيغة مالتها CNH2N بلاس 2 هاي الصيغة تحفظها صيغة تحفظها احتمال تجيك أهم MCQ وارد حتى الألكانات أهم شي انه تعرفوا ان هي تكون saturated لأنها تحتوى على single equivalence بونت على 100 مفرد ويقول لك هنا العدد هذا الان هذا الان يتراوح ما بين أكبر أو يساوي الواحد يعني قليل انت قد تكون واحد أو أكبر من الواحد يعني مستحيل أصغر بالساتف خلني جي أها هنا يقول لدينا تصنيفات للألكانات راح نصنف الألكانات ألكانات عندنا تكون بسلسلة مستقيمة ستريت تكون عندنا بسلسلة مستقيمة بس هاي سلسلة مستقيمة هاي سمونا ستريت تين الكان يعني سلسلة مستقيمة من الألكانات مو عندنا عندنا نوع ثاني يسمونا برانش برانش البرانش هو المتفرع بيتفرعات السلسلة بيتفرعات كوش هسا هذا المركب أنا لو أريد أسمي شون أسمي طبعا قبل لأ أخذ تسميته لازم أطيك مقدمة لازم أطيك مقدمة ما يصي باعو يا إذا عندي أنا كاربون أربعة كاربون أربعة هذا شي سمو عفو إذا عندي كاربون واحد وعندي كاربون اثنين وعندي كاربون ثلاثة وعندي كاربون خمسة عندي كاربون ستة الحج السابع تين ثمانية خوش الكاربون الكاربون رقم واحد يعني إذا عندي أنا كاربون واحد هذا يسمونه ميثان وإذا هاتنين هذا يسمونه إيثان وإذا هاتلا يسمونه بروبان طبعا نحن نكتب بالإنجليزي هذا ميثان إذا تريد بالإنجليزي المقطع عين نفس الوضع C5 C4 يسمونه البيوتان يسمونه الطالب يجب أن نكتب لكم C5 يسمونه البنتان البنتان وال C6 يسمونه الهيكسان اللي هو أهم واحد يعني والC7 يسمونه هبتان C7 يسمونه هبتان يعني إذا عندي كاربون سبعة حسبت الحلقات اللي جئت كاربون عندي سبعة آنة فأقول أنا هذا المركب مالتي هبتان وإذا عندي ثمانية يسمونه أوكتان والأوكتان ناخذة ناخذة الأوكتان خوش بس يا شباب هذا السيوان هو شنه هو أصلا هذا السيوان الأصلا هو وهذا الميتان وهذا الميتان بس لما يفقد ذرة هيدروجين واحدة راح يصير هذا صار من ضمن مجاميع الألكين مجاميع الألكين يا شباب الرمز مالته هي الرمز مالته اللي هي مجاميع الألكين شنه هي مجاميع الألكين هي يعني هو ألكان ألكان بس شبيه ألكان بس طيق الأخاط هيكي تكتب له أج يعني فاقت ذرة أج هذة هذة يسمونه مثيل هو مو كان اسمه مثان صار مثيل بحث إذا عندي أنا أثيل 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 والدي سي فري أج سبع أحذة صار المركب اسمي برو بان برو بان العفو بروبيل عفو اسمه صار صار اسمه بروبيل لأن صار من ضمن مجموعات الألكين فصار اسمه بروبيل برو برو بروبيل بالفعل المثيل سيأتي بعد المثيل بعد المثيل سيأتي بعد البروبيل 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 التسمية من الحرف E م ومن الحرف البروبيل وصف يا شباب نعود المثيل 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 يقول هذا المركب كم حلقة كم كاربون واحد اثنين ثلاثة اذا هذا المركب دائما انا عندي السلسة يا شباب على شكل مستقيمة على شكل مستقيمة ما بها اي تفرع ما بها اي تفرع نضع قبل نحن نكتب بيوتان 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 فتنضيف هذا المقطع انا بنهاية الكلمة على اتبار هو الكام اي المهم يا شباب انه ليش حطينا هذا حرف الان شنو يعني اذا كانت ادي السلسلة انا ستريت بشكل مستقيمة وما بها اي تفرع نضع حرف الان يعني وضع طبيعي يعني نورمال نورمال طبيعية فاما اذا كانت ادي السلسلة مالتي على شكل برانش بها تفرعات شنو يعني تفرعات يعني عندي انا درة الكاربون صاير عليها تفرع عندي انا نوعين من هاي عندي الايزو الكانت عندي الايزو الكانت عندي الايزو الكانت شنو النيو وشنو الايزو شباب شوفلي يا سادة هذا الكاد نهنانة يقول اذا عندي تفرع واحد يقول اذا عندي وان برانش تفرع واحد فرضاً عندي أنا CH3 فرضاً أنا أعدي CH3 مرتبط بذرة الكاربون الثانوية بذرة الكاربون الثانوية من السلسلة فإذن يا شباب هسا فرضاً فرضاً خلنا نجري شحركي هنا أنا شوف أنا فرضاً أعدي أنا CH3 خط CH2 خط CH3 هذا بروبان هذا بروبان المركب مالتني بس فرضاً أنا عندي هنا خلنا راح يزف هذه السنين اللي راح يصير عندي تفرع عليها لأن التفرع آسرة تروح ويل درة الهايدروجين فهنانا راح يصير عندي أنا فرضاً صار عندي هنا تفرع برانج صار عندي CH3 صار عندي تفرع هذا المركب وخلنا أكتب لك هذا المركب CH3 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 هذا المركب هو طبعاً نفس هذا بس هنا أنا راح يصير عندنا 2 برانج وهنا أنا أدي هم تفرع CH3 شوف يا شباب الحالة الحالة الأولى هاي هاي الحالة شوف شباب هاي الحالة مالتنا هاي هاي الحالة يسمونها آيزو ليش آيزو ليش آيزو ليش آيزو يقول لأن ذرة الكاربون الثانوية ذرة الكاربون الثانوية أنا ما لإعلاقة يا نسي يا شباب أنا ما لإعلاقة لو هناك كان عندي أنا هنا نتفرع فرضاً 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 أنا هناك كان عدي بعض CH3 بس طبعاً هناك ذات CH3 هاي شو تصير هاي تصير 2 هاي تصير 2 بسط؟ ايه لأنا أعتبار صار بها تفرع أنا ما لإعلاقة بس المهم كون ذرة كاربون الثانوية هاي واحد هاي ثنين تمام حس فرضاً أنا CH3 ما يعدينها عدي هناك يشين المشكلة بس كون تحزف لي هاي يعني فرضاً أنا هاي حذبتها من نانا حذبتها من نانا حذبتها أنا من نانا وراح أجي من نانا هناك فرضاً فنان أنا خذبت CH3 يشين المشكلة؟ بس أنا أهم شيء عندي تطبق للشرط شنو الشرط؟ تكون على ذرة الكاربون الثانوية عندي تفرع على ذرة الكاربون الثانوية عندي تفرع واحد شباب تفرع واحد وان برانش تفرع واحد هاي يسمونه آيزو بس لو كان عندي على ذرة الكاربون الثانوية تو برانش يعني تفرعين تفرعين يا شباب هاي يسمونه شباب واضحة؟ واضحة يا شباب؟ اذا ما فاهم عاد يقول انا عيدك يا مو مشكلة ما عادي مشكلة واضح تمام تمام خل نجي نكمل يقول ان انا عدني اها مجاميع الالكيل انا شرحت لكم اياها مجاميع الالكيل مجاميع الالكيل بس نجي بعد نكمل الشرح مالك يقول انا عندي مجاميع الالكيل اللي هي تكون free radical free radical يعني جذور حرة شون يتم الحصول عليها بواسطة من؟ يقول بواسطة انو الالكان الالكان مالتني يفتد ذرة H يفتد ذرة H من الالكان يعني شباب اذا لقيت اذا عندك انت الكان الكان ناقص ذرة H هاي يسمونه الكيل يسمونه الكيل والالكيل الرمز مالتة يعني مجاميع الالكيل هاي مثل من؟ طينا مثال CH4 اش راح يصير؟ راح يصير CH3 واللي هو مثيل هذا ايه عفو هذا ميتان هذا ميتان وهذا مثيل مثيل بش صار عندي انا استبدلت 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 يا شباب المقطع هذا المقطع آن المقطع آن مال الالكان بمن استبدلته بالمقطع هذا الYL بالمقطع ال مال الالكيل ففرض ان جاي يقول لي انا عندي مثال عندي CH3 CH3 هو ترى اسمه مثيل ليش مثيل؟ من يم جاي هو؟ جاي من الميثان واعتبار فقط ذرة H فصار اسمه مثيل عندي عندي C2 CH2 CH3 واللي هو الأثيل واللي من يم جانه؟ جانه من الأثان جانه من الأثان واللي هو الأثان هذا CH3 CH3 هذا الميتان بس من فقط ذرة واحدة فقط ذرة واحدة فصار اسمه أثي مجاملة الكيد سهلة خلني جي أشرح لكم شنو اللي برايمري وشنو السكيندري أغلب الطلاب ما يعني أشوفهم يعانون من عده خلني جي أنا راح أضرب لك مثال أنا راح أضرب لك مثال على الكحول راح أضرب لك مثال على الكحول وأنت على وفط الكحول شوفوا شباب احنا عدنا بالسادس احنا قلاب العايدين خذينا العام عدنا كحول أولي وعدنا كحول ثانوي وعدنا كحول ثالثي كيف هن عرفهم؟ أنا أقول لك كيف هن عرفهم شوف شباب شوف شباب احنا... هذا مثال عدي هنا هنا كاربون 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 يعني هنا مثال CH3, CH2, CH2. دعنا نكتب لك كمية حسنا لا تتخرب بطون. بعوة يا شباب. هنا أنا قلدي أنا. CH3, CH2, CH2. شوفوا شباب. الكحول ما يميز الكحول. شنو الكحول حتى 40 أسال مركب كحول. أضيف له هايدروكسيد. أضيف له هايدروكسيد. OH. أضيف له OH. فراح يصير أسوى شة ما هو هذا المركب. جندرة كاربون بي بي واحد. إثنين ثلاثة. إذن هذا برو بان. مادام كحول يصير على وزن الكانول. يصير على وزن الكانول. يعني شو يصير؟ شو يصير اسمي؟ ما أخذينا حسنا. يصير برو بانول. برو بانول. برو بانول. الاعتبار كحول. هاي بساس. إستو ما تفيدكم بس إن جاي أوضع لك خاب بعدين. تفيدك بالكحول اللي نحن عندنا الكحول أصور. محاضرة خمسة. محاضرة سبعين. سبعين. أي شباب. هسه أنا عندي هذه برو بان مرتبطة به OH. كحول. تعال شوف لي هذا المركب. فارس. راح أكتب لك هذا المركب صف. CH. أنا بس على المذابعين لك الفرق ما بين السكندري والبرايماري والتش. CH2. هنا عدي أنا OH. عندي بعد أنا CH. CH3. CH. 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 فرضاً هذا. هنا أنا عندي على هاي الزرة ارتبط عندي OH. ارتبط عندي OH. أو لا أقدر أكتب لكيها وهي يصير. CH3. CH2. أقدر أكتب لك يعني مركب ثاني. CH3. وهنا أنا. دعنا أهدف لك خائف ثانياً. خائف ثانياً. شباب لحظي شخبط رحمي على والديكم. خلونا بمحاضرتنا. أي شباب. طرداً أنا على هاي. صار عدي ارتباط OH. وبعد خلنا أكتب لك ذن الآخر مركبة. أنا عندي CH3. C. اللي هو آخر واحد. C. وهنا أنا عدي CH3. وهنا أنا صار عندي اتصال ما بين OH. ومجموعة الكيل واحدة. هنا أنا ارتبط على درة السكندرية. هذا مو مهم. المهم أريدك تفهم شباب. شنو الكحول الأولي. شنو الكحول الأولي. أنا قل لك شنو الكحول الأولي. مرتبط بها بالذرة ما تلك الكربون الأولي. هاي PhysIV مرتبط بها بالذرة ما الكاربون الأولى. فإذن هذن احنا 비غ طريب كحول الأولي. هذا كحول أولي هذا وين مرتبط الOH؟ نفس الوضعية مرتبطة على ذرة الكاربون الأولى إذن هذا هو كحول أولي هذا كحول أولي هنا عندي أنا الOH وين مرتبطة يا شباب؟ على ذرة الكاربون الثانية هذا واحد هذا ثنيا إذن هذا نسميه كحول ثانوي كحول ثانوي هنا نفس الحالة هاي ذرة وحدة هاي ذرة اثنين هذا صار عندي أنا هم اسمه كحول ثانوي شا يا ربي هذا هم CH3 ومرتبط بOH المفروض هذا الكحول ثانوي لا مو كحول ثانوي ارتبطت ويا بعد مجموعة ألكيل ارتبطت ويا مجموعة ألكيل يعني إذا عندي أنا ذرة مال الكاربون الثاني يا شباب ذرة مال الكاربون الثاني إذا عندي عليها تو برانش يعني هذا صار حال حال النيو المستاخد هنا الآيزو هذا نعبر نقول عنه كحول ثالثي نكتب عليها ثلاثة ونحط فوقها هي تشي ليه ثالثي لأن ذرة الكارب ونستانوية ارتبط بيها تو برانش تو برانش وصلت يا شباب فصار ثالثي فإذن أقدر من هذا المنطلق أقدر من هذا المنطلق شقولا يا شباب أقدر أقولا عن هذا الكحول الأولي هو برايمري هو برايمري 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 وبينما أقدر أطلق على الكحول الثانوي اسمي السكندري ليش لأن ذرة الكاربون الثانوي يرتبط لي السكندري بينما هذا هذا هو التيرشري هذا هو الثالثي شباب واضحة أنا صوت جدا واضح يعني لو كان عدي تفرع على ذرة الكاربون الأولي تفرع على ذرة الكاربون الأولي هذا أقول عنه كحول أولي واللي هو برايمري وهذا نفسه هو هم دارة الكاربون أولي ساير عليها تفرع تمام خلني جي نحاول شوف شوف أسوأ أنا ما مطينا مثال على على البرايمري على البرايمري فما مطينا مثال على البرايمري بس جاي يقولك مثل المثيل مثل المثيل يعني هذا المثيل في أجتو هذا المثيل هذا المثيل هذا المثيل يعني حتى ها خنطي كم ملاحظة يعني شباب أنت مثل أنا عندي مثلا هذا CH3 وعندي CH2 CH3 فيقول الآن هنا نفسه هذي سموه برايمري ليش برايمري سواء اتصلت بي مجموعة سواء اتصلت بي مثلا اتصلت بي مجموعة CH3 سواء اتصلت بي مجموعة CH3 أو ما اتصل ما متصل بي يعني حر free يعني حر حر فهذا احنا نسميه برايمري نسميه برايمري قصة يا شباب اما السكندري السكندري لا قلت لك وين اشوف هذه هذه واحد هاي اثنين هاي ذرة الكاربون الثانوية ارتبطت بيها مجموعة واحدة معوضة مجموعة واحدة معوضة واللي احنا كننسميه هذا الايزو اللي كننسميه احنا هذا الايزو قصة يا شباب قلنشوف التيرشيري وحسب ما منوضح الكوميا جاي يقل لك انا التيرشيري شوف تذرم هذا الكاربون هذا واحد هاي اثنين هاي اثنين ثلاثة شوف تذرم هاي الكاربون الثانوية جد ارتبط بيها تو برانش ارتبط بيها تو برانش اذا هذا ما ارتبط بيها تو برانش فصار اسمها تيرشيري تيرشيري يعني ثلاثية يعني يعني مجاميع الكيل الثالثية هاي شنو خوش هاي مواضيع سهلة ها نجي الى التسمية شباب نجي الى التسمية انا ما رح احتي لك هذا شنو هذا انا ما رح احتي لك بس رح احتي لك التسمية بابسط صورة حتى تقدر انت تفهم وتحل اقوم اول خطوة بالتسمية يا شباب اول خطوة بالتسمية يا شباب هي واحد واللي هي لازمة بكل التسمية تراعون نختار نختار اطول سلسلة اطول سلسلة هاي اهم فقرة بالتسمية شنو اهم فقرة بالتسمية يا شباب نختار اطول سلسلة نختار اطول سلسلة فإذن يا شباب نختار أطول سلسلة شني كاربونية وتكون شني وتكون مستمرة 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 تكون عدنى وفرضا أنا عندي اختارت أطول سلسلة كاربونية بس يا تورا من أبدأ الترقيم من أبدأ الترقيم من الجهة من الجهة من الجهة الأقرب من الجهة الأقرب للتفرع يعني والتفرع ما عدت وين صاير ليش من الجهة الأقرب للتفرع يا طالب بطل يجيلي ليش إحنا الريد طيب شين هاي طيب بس لا راه يرجع أي شباب أي من الجهة الأقرب للتفرع طيب من الجهة الأقرب للتفرع ليش شباب إحنا قلنا من الجهة الأقرب للتفرع إحنا اختارينا أطول ستشلة كاربونية مستمر ومن الجهة الأقرب للتفرع ليش حتى من الجهة الأقرب للتفرع يا شباب حتى المعوض مالتني حتى المعوض مالتني على موض نطي أقل ترقيم بارك الله بي على موض المعوض مالتني يأخذ أقل ترقيم أقل ترقيم يعني ستعالي اللي هنا ستعالي اللي هنا تعال للهنان شوف لي هذا المركب هذا المركب هذا هذا المركب ما لدي أسه راح أحسب لك أنا ذرات الكاربون بنعمل أحسبها أنا طالب قلت يا بي أنا هذا السلسلة ستريت مستقيمة راح أحسبها على وفت التالي هذا راح أحسبها أنا هيز راح أحسبها واحد اثنين ثلاثة هاية أربعة هاية خمسة هس أول أول وحدة صارت عندني خمسة أنا أول بداية حسب الزرات الكاربون على شكل ستريت طلعت لي خمسة خوش أكو بعد ترقيم ثاري خلني شوف تعال لحسب وياي تعال لحسب وياي تعال لحسب وياي تعال لحسب وياي احسب وياي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اذن هسة ستة اذن بداية الترقيم من أنا صار عندي ستة بس يا ترى هذا الترقيم صحيح له خطأ هذا الترقيم خطأ يا شباب ليش خطأ هو ايه هو ستة يعني وانا ليش هسانا انا شو راح أسوي ومو بجيت منها وصعد هيشي انا قل لك ليش هو هاي اهم فقرة انه لازم تركزون به شوف يا شباب صحيح احنا بجينا مننا بس تعال وياي تعال وياي هذا واحد هذا اثنين هذا اثنين هذا اثنين هذا اربعة التفرع ما لاتني وين صار صار على الرابعة بينما أنا أقدر أحسب منا واحد اثنين ثلاثة وأقدر أطي للمثيل تفرع ثلاثة أقدر أطي تفرع ثلاثة فإذا ياهو الأفضل أبدي مننا لو أبدي مننا أكيد من فوق راح أبدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة قصة يا شباب هي هاي الفكرة وما بي انه المعاوم لازم نطي أقل ترقيم بالسلسلة ما لاتني هذا أقل ترقيم فالشي صار عندي المركب أنا صار عندي المركب وثلاثة على واحد اثنين ثلاثة على ذرتك تاربون الثالثة صار عندي تفرع ثلاثة خط مثيل ثلاثة خط مثيل مثيل أحسب كم ذرة كاربون عندي أنا ست ذرات كاربون إذن المركب مالتي اسمه هيكسان هيكسان خوش ريد منكم تفاعل يعني منسئلك منسئلك كون عيدك تطاير عيدك متفاعل نشط أي شباب نجيل هذا نجيل هذا المركب نجيل هذا المركب هذا المركب مالتي هذا المركب مالتي شو شباب حسنا لو أرقم مثلاً منها أنا أنا أول بداية أنا دوم مخلي بالي أن السلسلة مالتي أبدأ بي ترقيب كسلسلة مستمرة يعني أنك مستقيم أنا راح أقول هذا واحد هذا ثمين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا خمسة إذن أول خيار أول خيار واحد عندي صار عندي خمس ذرات سعب سلسلة مالتي خمس خمس أكو خيار ثاني خنشوف خننبدي منها واحد خننح ذلكم هداني أي ياب شوف شباب نبدي منها نبدي منها أو فارداً أنا راح أبد منها واحد ثنياً ثلاثة أربعة خمس ست سبعة إذن عدي السلسلة الثانية مالتي تلقيت يا شباب سبعة بس سبعة بس هنا أنا أكتب لي فارزة شوف للمعوض يا رقم أخذ واحد ثنياً ثلاثة أربعة شوف على موقع أربعة صار عندي تفرق إذن على موقع أربعة عندي تفرق وبعد على يا موقع موقع خمسة عندي تفرق هاي بالنسبة للتفرعات هاي بالنسبة للتفرق خوش أكو طريقة بعد الثالثة اي أكو طريقة بعد الثالثة للتفرق اللي منين نبدأ إنسم باقي شوف أصر راح أبدي أنا بديت من أنا وبديت من جو وراح أبدي مثل واحد اثنياً ثلاثة أربعة بعد خمسة ستة سبعة إذن عندي خيار سابع همه سبع ذرات كاربون هم نفس السلسلة بس جد المعوض أخذ ترقيم باعه واحد ثنياً ثلاثة خذها عندي بموقع ثلاثة وموقع أربعة موقع ثلاثة وموقع أربعة إذن يا ترى ياهو الأفضل أبدي من فوق لو أبدي من جوة أكيد أبدي من فوق على اعتبار ثلاثة وأربعة أخذ أقل ترقيم أصدر يا شباب على اعتبار أخذ أقل ترقيم فإذن بديمه من فوق لي جوة وصارت عندي هذن مجموعات معوضة ها ومجموعات معوضة بس يا ترى إشلون أسميه الآن إشلون أسميه هست يا شباب أنا لو عندي بس يأتشفري ما أعدي أنا هذا هذا فرضاً أنا ما أعدي أنا فرضاً هذا ما أعدي ش راح أقول راح أقول ثلاثة مثيل ثلاثة مثيل وما دام عندي سبعة إذن هذا هرتان بس بما أنه بما أنه يا شباب دخلنا أعدي بلكون دمنين بما أنه يا شباب عندي تفرعين واحد مختلف عن الثاني هس يا شباب فرضاً فرضاً احذف لي هذا احذف لي هذا احذف لي هذا فرضاً أنا عندي هنا سي أتكثري فرضاً أنا هنا عندي سي أتكثري فردت Science سنتظر راح أسميه راح أقول ثلاثة أربعة راح أقول ثلاثة أربعة ليا أعدي موقع الكاربون دارة الكاربون الثالثة والرابعة هاي الثالثة ويالذي عدد هنا فيقةات شفري لا يوجد أثير داي ! يعني ماذا هو داي ؟ يعني ثنائي ثنائي الوحيد اثنيا لأننا بالسادس طبيل كما نسمي يقول ثلاثة اربعة ثنائي مثيل لكن الين لم أتكتب ثنائي ويأتكتب داي داي مثيل داي مثيل يخوش هاي داي مثيل إذا عندك هنا سيعة شفري لكن الين لم ت MB لأنه ماذا عندك هنا عدك مجموعة مجموعة أثيري شون راح ترقمها؟ أنا قليك شون شوف هذي شنو اسمي اسمي مثيل أنا شرحت لكم ياهما الساعة وهذا اسمي أثيري أنت تعالي تعالي إحنا شن نقسمينه إلى قروبات بكلية الطب اي بي سي دي اي اي شوف هذا الحرف الاي نوب بعدين يا الله يجي حرف الام فإذا الأولوية بالأبجادية للأثيل للأثيل قلت لكم أثيل إنو بيجي وراء مثيل إنو بيجي وراء بروبيل من حيث التسمية مات اللغة الإنجليكية فإذا يا شباب شنو صار اسمي المركب مالتنا هذا؟ شنو صار اسمي المركب مالتنا هذا؟ صار اسمي المركب مالتنا بذرة الكاربون الثالثة والرابعة عندي تفرع إذا مش راح أقل لأ أنا أول بداية؟ راح أقل لأ أربعة الله ليش أربعة؟ أربعة أثيل إيه لي أنا حسب الأبجادية أربعة أثيل فارزة ثلاثة مثيل مثيل والمركب مالت يحتوي على سبع درات كاربون إذن هو هبتان هبتان واضحة يا شباب؟ واضحة الفكرة واضحة؟ أتمنى تكون واضحة إن شاء الله إن شاء الله يتسجل يتسجل الفيديو يتسجل هو الفيديو راح أسجلكم إياهنا وأدزلكم إياهنا بالقناة أدزلكم إياهنا بالقناة تمام شباب أبطال نرقم حسب الأقل ونسمي حسب الأقل عافية نرقم نختار أطول سلسلة نختار أطول سلسلة ولكن من الجهة الأقرب للتفرع ليش من الجهة الأقرب للتفرع حتى المعوض عندي يأخذ أقل ترقم هيا هاي الفكرة مالتني هيا هاي الفكرة حس أشوف هنا أنا فرضا هنا أنا يتكاتب لي أنا حس هنا أنا يا بطل يقول لي ليش هذا 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 صحيح وهذا خاطئ ليش؟ أنا أقول لك ليش؟ دينا أنت أشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا تقول نفس الخدينا المثال فوق موله لا فهنانا جاي يقولك إنه هذا موقع ثلاثة وهذا موقع أربعة المعوضات ثلاثة وأربعة بينما بهذا المركب يا موقع الأخذ موقع أربعة وموقع خمسة موقع أربعة وموقع خمسة واثنين هاتم أطول سلسل هذا أطول وهذا أطول واثنين هاتم نفس الشي هذا السبعة وهذا سبعة بس الفرق إنه هنا أخذ أقل ترقيم وهنانا فإذا هذا صار هو الصحيح هيا هاي الفكرة خلني جيهنانا هنانس جاي يقول يا شباب هنانس جاي يقول يقول لو كان أنا عندي هاي أنا أشرح لك يا شنو هاي أنا أشرح لك يقول عندما يكون عندي يكون عندي ثمين أو ثلاثة مجموعات معوضة فرضاً أنا عندي هنانة فرضاً عندي أنا هذا CH3 CH3 وعندي هنا أنا أنا CH3 مو شرطة يعني كهذا المثال وهنانا عندي أنا CH هنا أنا عندي CH هنا أنا طبعاً CH وهنانا عندي CH3 وهنانا عندي CH3 بس هاي شو الصير الصير اثنين اللي أنا اتصل بها تفرع خل هذا يقول أنا لو كان عندي 2 أو أكثر يعني تفرعات تفرعات الأثيل لازم إحنا يجي قبل المثيل ليش هذا قبل المثيل يعني حسب الحروف الأبجادية جاي يقول لك أنه E إليها الأولوية قبل الأم بالنسبة للحروف الأبجادية فهذا هذا السلايدي يعني بس يجي تقرأ يعني مو بي تضرورة بس هنانة بعدين راح يشرح لنا على ال DI بالسلايدي اللي وراه هسيخ تعالوا لي لهذا المثال تعالوا لي لهذا نحسي من كين بس لأن معوضة مؤثر وأقل يقول الآيزو والذرات نحسي من كلهم بس بالنيو شون يعني قصدك ما فعندك بس أنا قلت لك الآيزو الآيزو إذا كان عندي على ذرة الكاربون الثانوية ذرة الكاربون الثانوية بها 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 حبيب CH3 أنا طبعا عندي CH3 CH CH CH2 CH3 طبعا أنا عندي على هذه الذرة تفرج CH3 هذه يسمونا آيزو ليه شابا آيزو هذا لأن على ذرة الكاربون الثانوية عندي واحد واحد تفرج فرد أن أنا لا هنا أنا ما عادي تفرج هنا أنا صار تفرج CH3 ما بين المشكلة على ذرة الكاربون الثانوي عندي تفرج وبالتالي هذا آيز بس لا لو ارتبط عندي على ذرة تفرج نفس هذا المركب نفس نفسه نفسه هذا بس هنانا نحذف هاي ال H هاي ال H نحذفه بها OI هذا هنانا صار عندي CH3 هنانا CH3 هنانا ذرة الكاربون الثانوية ذرة الكاربون الثانوية شين ارتبط بيها يا بها ارتبط بيها ثنين تفرع ثنين تفرع عندي أنا فصار بالتالي هذي يسموني ال New واللي هو نفس مصطلح الكحول الثالثي واللي هو نفس مصطلح التيرشري فصالت يا شباب ال New هو نفس التيرشري اللي يعني التيرشري بعدين ما راح ناخده هو نفس الوضعية نفس هذا الشكل ترى وال New قلناه ذرة الكاربون الثانوية ارتبط بيها 2 برانش وراح هذا نفس الكحول الثالثي اذا مثلا ارتبطت هنا على دي مجموعة O H هنا هنا فرضا فرضا على سبيل فرض نسمونا الكحول الثالث شي يقول بها التنسلها ال New عفيا 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 شباب اترى انتم خلوا بالكم ان تسميه ايو و الإزو والنيوترس لا راح تستخدمونه لا راح تستخدمونه لأنها هي التسمية الشائعة تسميه شائعة نحنا نمشي على التسمية النظامية ايوباك نمشي على التسمية النظامية هذي طبعا أيضا طلاب لا يعرفون هذا كيف حدث هذي هذي تروسيات شفري هذي اتروسيات شفري هو هذي بالعصل وهنا عجال مجموعة أفيل خل نجي نانا شباب خل نجي نرقب هذا نانا واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة وهذا نانا واحد اثنين ثلاث اربعة وطبعا هذا نزل خمس ستة سبعة خوش العفو 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 سوى سوى ثانيا بس اريد انا انا واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة يقول 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 هسه انا لو سميت هذ المركب على وفقهاي واحد من انا لحتهاي ادي انا سبع ذرات اذا سبع ذرات هذا هفتان هفتان خوش سبع ذرات هذا هفتان بس باوعلي باوعلي شوف لي هذ المركب انا اهم شي عنده تشوف لي البرانج التفرع القد ما ااخذ هنا انا ما ااخذ التفرع الاول ثلاثة واحد اثنين ثلاثة والثاني ما ااخذ خمسة اذا على ذرة الكاربون الثالثة والخمسة عندي انا تفرع بغض النظر عن هو شين هو التفرع عسا بس نعرف انا يات ترقين نصح اهناني تعال شوفيان اهنا تعال شوفيان اذا جد خد اول واحد خد اول واحد ثلاثة خد اول واحد ثلاثة واحد ثنين ثلاثة والثاني خد خمسة هذي خمسة بس شنو هنان المشكلة اغضر في مجان ها 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 اي بعمل ثنينات صحيحات يعني شون ثنينات صحيحات سواء سميت انا من ناني او سميت من ناني بكل الحالتين صحيح بكل الحالتين صحيح بس هنا ليش لان هنا عندي انا المعوض ما اخذ موقع ثلاثة وهنا موقع خمسة هنا نفس الحال موقع ثلاثة بس شنو صار الاختلاف اللي وقلها لك ما راعة الابجدية ما راعة الابجدية الابجدية ما راعاها ليش لان انا هنا شوف ها هذه المركبة سألها لو اريد اسمي شاسمي اه انا شفت مجموعة اسيل وشفت مجموعة مثيل اذا الاولوية لمجموعة الاسيل على اعتبار هي الاولوية اللي هي بالابجدية فاذن راح اقول بيا موقع هي هناني ليش انا انا ما ااخذ هذا هناني ما ااخذ هذا هو نفس الشي سواء قرية هذا او قرية هذا نفس الشي بس هو نفس اللي يعني جايقلك على الموقع الموقع وين هنا يا شباب بالخامسة هنا عندي خامسة أفضل اربعة خمسة ستة سبع خوش فهنا هنا شباب الأولوية للأجدية فهنا هنا كاتب عندنا موقع ثلاثة هذا الموقع الآثرة درة الكاربون في ثالثة عندي أنا أثيل إذن ثلاثة ثلاثة شنو أثيل ثلاثة أثيل وبالآية بالخامسة عندي خمسة شنو عدي أنا عندي مثيل شا يا ربي هذا ليش خطأ أنا أقول لك ليش خطأ لأن ما رأى الأجدية بالبداية غير يجي أبو الأجدية غير يجي أبو الأجدية أبو الأثيل غير يجي بالبداية شنو كاتب للمثيل شنو موقعنا الأثيل هو بالبداية قصة يا شباب هيا هاي الفكرة مالحا آه هنانا شنو هنانا داي هسه أريدك هناني هاذا شون راح أعتبر هاذا شون هاذا شوف شباب احنا عدنا هسه المجموعة مالتنا المجموعة المادتل الكاربون هاي المجموعة هاي شوف شباب المجموعة مالكاربون هاي واحد اثنين طبعا هذا الشكل هو ما يجيكم هذي الشكل القديم يعني هذي الشكل القديم ما المركبات اللي كانوا يتمونها به يعني أنا مود اختصار يعني يقول لك آآ آآ يابا أخينا هذي بكاي يابا هذا شون هذا واحد ثمين ثلاثة أربعة خمسة هذا بخمس ذرات إذن هذا هو هبتان هذي هو بنتان مو بيوتان بنتان بنتان ايه بنتان فإذن هنا جاي يقول لك أنا أكبر كتبه هاتي وأطيك إلى تسمين اليوم هذا صار بنتان وأكبر كتبه لك يا لا هاتي آآ يعني هنا أنا واحد هاي ذرات كاربون واحدة شباب من هنا شوف واحد ثمين كل كسرة هي تمثل كاربون واحد ثلاثة أربعة خمسة أربعة فإذن هذا هو بيوتان هاي التان يعني هو هاتي ما راح ناخده هاتي بس أنا راح أشرح لكم يا شون هو جاي يوضح لك جاي يقول لك جاي يقول لك يا شباب إنه أفرض عندك هاي مجموعة معوضة هاي مجموعة معوضة وهاي أيضا عندك مجموعة معوضة خوش بس سويا أنا على سبيل الفرض على سبيل الفرض فارسهم كله المثيل كله المثيل المجموعات المعوضة البرانج كله المثيل فارسهم فإذن أسه هذا خلق رقمها خلق رقمها واحد ثمين ثلاثة وهاي أربعة إذن هذا هو بيوتان أربعة بيوتان زين تعال شوف لي هاي ذرة الكاربون واحد هاي واحد ثمين ثمين شبيهة عندي بيها تفرع ثمين وبعد وين على الثالثة تفرع وقلنا أفرض لهذا من التفرعات هو فارغ لك يانا اثنيات المثيل فإذن صار عندي ثمين ثلاثة داية داية مثيل واضح داية مثيل هسا هنا أنا وين التفرعات أنا مالتي هذا التفرع الأول هذا التفرع الثاني هذا التفرع هو فارغ ليان قايل لي اعتبر هن مثيل وين الآثرة مالتي أنا السلسلة واحد ثمين ثلاثة أربعة خوش فصار عندي أنا بموقع ثنيا عندي تفرع وبموقع ثلاثة عندي تفرع وبموقع أربعة عندي تفرع فصار ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة تراي يعني شن تراي يعني ثلاثي ثلاثي مثيل طبعا أنت مسيكلة هو بالأستاذ ها العافو العافو هذنني مهجزات أخبر الله فشووا شباب إذا أنا عندي ثنائي يعني ثنيا مثل أنا اعدي مجموعتين من فترة واحد thời دائر هنا انا راح نطلق مصطلح داي على اعتبار ثنائي واذا كان عدي ثلاثة واحد ثنائيا ثلاثة نطلق المصطلح تراي ثلاثي 6이에요 واحد ثنائيا اما التترة رابائي اذا كان عندي انا اربع تفرعات اربع تفرعات ابذا تفرع واحد هذا تفرع واحد وهذا تفرع اثنائيا وهذا تفرع اثناص وهذا تفرع أربعة والمركب مالتي آنه شنو هنانه واحد هذا واحد مين ثلاث أربعة خمسة المال المركب هو بنتان بس بما أنه عدي بموقع شوف الكاربون الثاني هاي مواحد هاي مواحد هاي الثانية تجد مرتبط بيها بيها واحد ومرتبط بيها ثانية يعني تخيل وياي المركب هاد تخيل وياي المركب هاد C H 3 C C البنتان خمسة واحد اثنين هنانه عندي C أشو هاي هاي هنانه C وهنانه عندي C أشو هشو عندي هاي الثانية والله شين ارتبط عندي مجموعة أثي C H3 ترهو نفسه هذا نفسه بس هو نانه يعني شوان رأيت منك هاي بسورة اتراع يعني وهذا نانه عندي C H3 C H3 سعد حس ايدك السميلي انت هذا وفي التسمية ما لتك انت واحد ثنين ثنين ثلاثة أربعة خمسة اذا هذا بنتين اذا هذا بنتين خوش وعندي موقع الآثرة شوفوا شباب سواء رقمت مننا او رقمت مننا نفس الوضعية ليش لان مننا هنا انا عندي تفرعين من هاي الكاربون الثانية وهنا نفس الحالة هم عندي بذرة الكاربون ثانية تفرع سواء مننا او مننا ما يختلف عندك ايش فاذن بالآثرة الثانية انا عندي ثنين تفرع فاذن راح اكتب ثنين ثنين وبعد ما دام من نفس النوع ما دام من نفس النوع شوف كله من نفس النوع عند موقع الآربعة اربعة اربعة راح اقل لي تترة تترة يعني رباعي ليش يعني عدي اربعة من عدي اوه معناه نفس هذا المرسل بط بط اصطوروا بحياة شباب هذا راح ناقب الخواص الفيزيائي والخواص الكيميائي للألكانات اه مساعة الأثيل ما اخذ أقل تركين والمثيل اخذ رقم أقل فليه ما هي صار ما افهمتك مساعة الأثيل ما اخذ أقل تركين وين الأثيل ما اخذ أقل تركين أنا عرفك الستة وين جاي الثالث أنا عرفتك وين جاي الثالث أنا عرفتك الستة وين جاي الثالث هنا جاي الثالث هنا جاي الثالث مولو لا هنا أنا انت جاي الثالث ليش الاثيل والله سؤالك صراحة جدا مقنع وراقي ليش هنا أنا الاثيل الاثيل ما قلت أنا أخذها هل تقصد على هذا السؤال غير لو لا تقصد على هذا السؤال شا صغير يكتب لي اي شباب فهنا ليش الاسيل لان انا اذا سميت مننا هذا الصحيح بس يا ترى اذا سميت مننا هذا خطأ ليش لان قلنا احنا نستاعي يصير عندي البرانش ياخذ اعداد كل شوية لا بعد ادزالي انا ادزالي انا ادزالي اذا اوضع ادوياك عزو وما يشرح لك بقى اشياري نجي الى الخواص الفيزيائية مات الالكانات راح ناخرهن يقول اه يقول هنا عندي انا كلما تزداد كلما تزداد كلما تزداد عندي المولتك بوينت والبولنج بوينت اللي هي درجات الانصهار ودرجات الغليان ش راح يصير عندي انا يصير عندي زيادة يصير عندي انا وين زيادة بالانتر الموليكيولر فورس بالقوة القوة الجزيئات الداخلية يعني راح تزداد عندي قوة الجزيئات الداخلية انتر موليكيولر فورس يقول البرانش الالكان يقول الالكانات المتفرعة تكون ضعيفة البولنج بوينت ضعيفة درجات الغليان مالتها البولنج بوينت بالمقارنة مع الستريت تشين يعني هس اذا اجاب لك اهنانة يقول لك البرانش الالكان هاذ الالكانات المتفرعة تكون ضعيفة او قليلة البولنج بوينت بالمقارنة مع ثاني مولتك ثاني مولتك ثاني مولتك وهذا اكبر حيث انترATOR فذا اكبر الي rusB و 얘�نا vonции يقول بسبب زيادة التفرعات واللي راحت زيت هذا مهم مهم شوية خاص تركزون بي يقول ايه خوش احنا عندنا تفرع ليش قلت البولنغ بوي قلت درجات الغليان بسبب زيادة المساحة التطحية يعني انت تخيل عندي مركب وجاي يتفرع هاي جاي تزاد عند المساحة التطحية وبالتالي شو راح يصير عندي راح يصير عندي decrease intermolecular force راح يصير عندي يعني راح تطل عندي راح تطل عندي القوة ما بين الجزيئات يقول الالكانات هاي الالكانات مهمة insoluable بالماء يعني الالكانات يا شباب الالكانات ما تذوب بالماء الالكانات ما تذوب بالماء غير قابلة للذوبان في الماء ولكن وين تذوب ولكن تذوب بالنن بولر بالمذيبات النن بولر خذيناها بالتعليلية ان النن بولر هي المذيبات الغير قطبية المذيبات غير قطبية مثل البنزين والسي سيكس ات سيكس والفي اتش سي اتش سي اتش ثري والى اخرين يقول بعد هنا عدنا ملاحظة حلوة يقول عندي اربع انواع من الكاربونات يعني ايثان ادي مواد كاربون وين يسموني ميتان عندي كاربون اثنين ايثان عندي كاربون ثلاثة هاش يسمونه برابان عندي كاربون اربعة هذان اش يسمونه بيوتان خوش فهذان من واحد الى اربعة هذان ايكون غاز هذان ايكون غاز هو جاي يقول لك يا برابان من الكاربونات بينما من الخامس من درقة الكاربون الخامسة واللي هو يمثل انه البنتان البنتان مو يا شباب البنتان لحد السي سبعة عشر لحد السي سبعة عشر هذا كله يمثل انه الكود سوائل كله تمثل انه سوائل واللي هو مثل البنزين بينما يقول عندي البقية البقية راح تكون على شكل صالد على شكل صالد البقية راح تكون عندي على شكل صالد اصور وارح الخواص انا شوية انا مهمة هاي يعني مهمة فيقول عندي انا الذرات الكاربون النورمال الكان بالالكان الطبيعي راح تزداد عندي درجات المولتينج بوينت والبولنج بوينت لي ايش يابه تزداد وراش راح يزداد شو رافقه اذا ازدادت هذاني راح يرافقه زيادة في القوة ما بين الجسيئات خوش عندنا البرانش الكان الكانات المتفرعة يا شباب تكون قليلة الغليان قليلة الغليان لها درجات غليان ضعيفة بالمقارنة مع مع السلسلة المستقيمة سلسلة المستقيمة ليش ليش يقول لي ان البرانش ضعيف ليش ضعيف لان ضعيف البوننج بوينت ليش يا ابه ضعيف لان البرانشات يا شباب راح تزيدني المساحة السطحية وعلى ذلك تقل الانتر موليكولر فورس يعني قلنا احنا اذا ازادت الموليك بوينت والبوليك بوينت راح تزاد عندي الانتر موليكولر فورس بينما اذا انا عندي متفرع راح تقل البوليك بوينت وراح تقل الانتر موليكولر فورس وقلنا الالكانات هي ما تذوب بالماء ولكن تذوب في المذيبات بالمضيبات غير القطبية مثل البنزين والCL3 وقلنا أول أربع أنواع من الكاربون هي غازات أول أربع أنواع من C1 إلى C4 هاي كلها غاز وعدنا من C5 إلى C7 هاي الليكود والباقي راح يمثل إني صلح شباب واضحة أهنانا أهم شغلة يعني احتمالية أمسكي ويجيك أنه هو هذا يقول الألكانات غير متفاعلة يعني الألكانات ما تتفاعل هو جاي يقول الألكان يعني هي مواد غير متفاعلة بشكل عام ليش؟ يقول ليش ما تتفاعل؟ لأن هي الارتباط مالتها وثيق يعني هي بها ذرة واحدة هي بها آثرة واحدة يقول لك بسبب أن الألكانات تحتوي على سنجل بين الكاربون كاربون كاربون يعني يحتوي على آثرة مفردة فبالتأكيد أنه يكون غير متفاعل وإذا يريد يتفاعل لازم يكون أما تعرضه إلى شي قوي أو درجة حرارة أو طاقة قوية يالله أولا ينكسر وإذا هو يعني مو متفاعل إلا تحت ظروف خاصة إلا تحت ظروف خاصة يعني من الصعب أنه إحنا هاي الآثرة ما بين الكاربون كاربون السنجل أنه إحنا نكسرها بسهولة لازم نسلط شي قوي عليه يعني ظروف خاصة ها هنا لدينا الإحتراق يا شباب إحنا خذيني بالسادس 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 كنا المركبات العضوية اللي تحتوي على سي وتحتوي على أتش المركبات اللي هو الدلتاء أتشي حصرا الدلتاء أتشي إنثالبية الإحتراق اللي كنا نأخذ دلتاء أتشي قلني شنو إنثالبية الإحتراقية يعني يحترق وجود كمية كافية من الأوكسجين كومبوزي يعني إحتراق هاي ويا من هو اللي إحنا نريد أن نحرق لنا مركب عضوي بمن نحرق أو أي مركب نحرق بالأوكسجين أوتو فراضا أوتو شو راح يطيني؟ راح يطيني سي أوتو زائد أشتو بالغرض النظر عن الموازنة المعادلة اللي ناسا ما نطيك من المركب صورة دقيقة فش راح يطيني؟ كاربون دايوكسايد سي أوتو راح يطيني سي أوتو وسائل الماء اللي هو بخار الماء أج تو أو بخار الماء بخار الماء خوش أولا هاي ملاحظة أذكر كان أنه سؤال بالسادس كنتي هواي أنا درسته لله السادس هواي لح عليهم بها السادس أنه أقول لي هو التفاعل أكسجين و بكل تفاعل احتراق هو التفاعل سنتي حرق لك في مكان حرق لك في شيء وتقرب له شنش به؟ هو راح يبعث لك حرارة فإذا تفاعلات فإذا تفاعلات الاحتراق هي أكسوفيرميك يعني هي تفاعلات باعثة تفاعلات باعثة للحرارة تبعث لنا حرارة واللي إحنا تلنا دامة المنطيني تفاعل الدلتاء السي دائما سالب ليش دائما سالب الدلتاء السي؟ مستحيل موجبة ليش تلنا احتراق؟ احتراق يا شباب احتراق فإذا تعمل بالسالب هو يبعث لنا حرارة ها ويقول الألكانات ها يقول عندنا هاي المهم حسا راح ناخذ تفاعلات الألكانات راح ناخذ شباب تفاعلات الألكانات شوية نضيف المحاضرة نضيف المحاضرة شوية جدا جد بقطان نحن كمسلايت بقطان لم يبقى إلا القليل لم يبقى إلا القليل شباب هاي بالنسبة للتفاعلات انتم هاي غير مطالبين بهن ليش؟ يعني أنا أقولك شو نفكره ما لهذا يقول أنا عندي التفاعل complete composition يعني احتراق تام مش وقت الاحتراق تام عنده وجود كميات كافية من الأكسجين تحرر أنه طاقة بس هذا تفاعل يسمونه complete composition تفاعل احتراق العفو احتراق تام شنو يعني احتراق يعني وجود كميات كافية من الأكسجين وجود كميات كافية من الأكسجين بس الاحتراق الغير تام يعني الكميات غير كافية من الأكسجين متاحة عندنا بالتفاعل غير كميات غير متاحة فش راح ينتج عندي أنا؟ ما راح ينتج عندي شوفين أنا؟ شوف مركب عضوي حركته بالأكسجين طاني CO2 طاني 2 طاقة بينما اذا الاحتراق ماكت غير تام ما راح يطيني CO2 ما راح يطيني اما هذا التفاعل الاول فناء اكسجين الاول اكسجين كاربون اللي هو هذا CO اللي هو هذا يعتبر يعني ثام غاز ثام هذا الCO و راح يطيني ماء فبالتالي انو هذا التفاعل ما راح يحقق لي انو هو انكومبييت كمبوزشين بسبب انه وجود عدم كميات كافية من الوقت لا شوف يقول أنا وين دريس بي عدم كافية هاي العلة انو هنا من خلال التفاعل أنا اكثر اقارن لك سواءً إلا قيمة التفاعل إنه هناك طاني CO2 و هناك ما طاني CO2 وبالتالي هذة التفاعل نسمونا Incomplete Complete فالتالي ما تفاعله هو اللي يحتوي على كميات غير كافية من الأوفي وهذي يسمونا الكاربون الأسود هكذا شغلات همان هنداعي تفاعلها كلاستبدال شغل تفاعلات الاستبدال تفاعلات الاستبدال تفاعلات الاستبدال يا شباب يقول لواحد يكون فيه التفاعل الواحد التفاعل الواحد ما لتنين واحد هو ما بين ذرة ما بين ذرة أو مجموعة أو قروب من الذرات أو مجموعة من الذرات تستبدل ربليز تستبدل تستبدل أو تحل محل اخر اتوم اخر اتوم يعني راح يصير عندي أنا تبادل تبادل بالمواقع مال الذرات أو المجامع مال الذرات يعني تحل محلها أو يستبدل واحد يجي مكان ثاني يقول التفاعل ما لاتني عندنا تفاعلات تبدأ بواسطة سون لايت يعني بواسطة أشعة الشمس أشعة الشمس أو ضوء الشمس أو الألترا فيل الألترا فيل اللي يسمونها هي الأشعة فوق البنفسجية أو بواسطة احنا نسلط حرارة احنا كعامل خارجي حرارة ويعني وراح توفر لنا شين راح توفر لنا؟ راح توفر لنا طاقة لكسر لكسر الأواصر الأواصر التساهمية ما بين الكلورايد مولكيول وما بين البروديكت كلورايد أتوم طبعا هذا إلى تفاعل المهم شون يعني المهم 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 يا شباب يقول احنا لو سلطنا ضوء مثل ضوء الشمس أو الألترا فيل أشعر فوق طلما نسدية أو بفعل حرارة راح تزاد عند الطاقة اللي راح تكسر لي الأسرة التساهمية حتى يصير عملية تربليس بين المولكيولة بين الضرات بين الجزياءات بين الضرات يا فاطمة الميكانزيم يا شباب الميكانزيم الميكانزيم ما مطلوبة من أعذكم أنه وقال ودكتورة انتصار قالت أنه تفهموني يعني أنا عدي هنا ذرة وبيناتهم آصلة مفردة بفعل حرارة بفعل حرارة راح يطيني 2CL free radical free radical يعني حر free radical حر وهذا إلى قابلية أن يكتسب أن يكتسب جزي إذا إذا تفاعل هذا 2CL free radical لو تفاعل مع مادة أخرى راح عنده القابلية أنه يكتسب من أدالي أنه free radical يعني free radical يعني إلى القابلية free radical يعني إلى قابلية أن ياخذ يشترك بالتفاعلات ففرغ أنا سلو اشترك عندي مع CS4 فرغ إذا تفاعل عندي مع CS4 راح يطيني راح يطيني راح يطيني ميكانيزم شكوان تجيب الامتحان أنا قل لكم حسا بالنسبة لهاي الميكانيزم غير مطلوبة نهائيا الميكانيزم ما هي الألكانات والأكينات والألكانات هذا كلما مطلوب نعذكم أهم شيء أنتم تعرفوني الميكانيزم مالة اللي أوروماتي يعني هم نفهمها أن هي مو حفظ نحن أنا ما راح أحفظها وما راح أجيب ليها بالضحان كتب لي أنا ما راح أحفظها مستحيل حفظ ميكانيزم يا شباب يعني أنا ما راح أرسم لهذا التفاعل شوف هذا التفاعل هي ميكانيزم سلسلة مترابطة قلت لك هذا راح يتفاعل مع سي أتش فور شوف راح يتصل لهنان أش راح تجي لهنان راح يطين هش وراح يطين سي أتش فري فري راديكل يعني هذا هم إلى قابلية يتفاعل مع مادة أخرى ويكتسب من عزها وصلا يا شباب هي تفاعلات مستمر شوف سي أتش ثري تفاعل هم وي كلور كلور هم ونرجع نفس شن خده C4 C L زائد C L فري وهذا كلور هم بعد إلى قابلية أنه يتصل مع تفاعلات ثانية ويكون إنه يعني تفاعلات هي مستمر ها شوف هاين هنا هنال نوع بعد فاعلته وان ها يبداي شوف هنا جايك مثيل كلور ها مو مشكلة بس شن قلت تلك ملخص ملخص للحشي اللي قلنا شباب واضحة هاين ونبدأ محاضرة الثانية الرئيس مالتي راح يكون شباب واربعين نبدي واربعين نبدي بالخمسة واربعين نبدي ها شباب نه شباب واضح شباب أحد قد شي ما فهم ايه واضح تمام شباب بالخمسة واربعين دقيقة أنا راح أدزلكم على نفس الرابط اللي دزيته تمام شباب أنا راح أعوف المحاضرة مفتوحة لأن على اعتبار محمد جاي يسجل يلا شباب نبدي محاضرتنا اليوم السايكلو والكان الألكانات الحلقية الألكانات الحلقية راح نجي ناخذ شباب شباب السايكلو والكان هو مادام هو سايكلو يعني حلقي بس مادام هو الكان قلنا احنا الألكانات بيها ميزة تتميز بيها عن باقي الألكينات والألكينات والأورماتيك أنه هي تكون saturated مشبعة أنه أهم شي تعرفون أنه بالألكانات هي تكون مشبعة خوش فيجل يقول لأ ذرات الكاربون يعني ذرات الكاربون تكون مرتبطة بما ذرات الكاربون مرتبطة مع بعضها البعض تكون مرتبطة بسنجل بون مع الضرات الأخرى بس على شكل شني على شكل رينج على شكل حلقة يعني هسا أنا شوف هذا أو ما أقدر أكتب لك أو أفضل هنا أعدي سي وهنا أنا أعدي سي أعدي كاربون أنا أعدي كاربون فشوف صحيح أواصر هنا أنا مفردة بس شوف لشكل شلو صار الشكل صار على شكل حلقة على شكل رينج فإذا هو هذا السايكلوالكانت السايكلوالكانت أنه هو جاي يقلك ذرات الكاربون ترتبط مع بعضها البعض عن طريق تنجل بونت عن طريق أواصر مفردة مع بعضها البعض ولكن تكون على شكل رينج على شكل حلقة على شكل حلقة هنالجا يقول يعني يقول عندنا هنا بالسايكلوالكانس يقول هنا عندنا الذرة مات الكاربون مالتني راح ترتبط بتو هيدروجين يعني شلون وكأنما راح تفقد ذرة هيدروجين شلون يعني هاي؟ تعال وياي تعال وياي خلني اجي اوضح لك هاي الفترة خلني اجي اوضح لك هاي الفترة شوف هس احنا مثلا عندنا هذا المركب عندنا هذا المركب ثري 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 هس إذا أريد أمثل على شكل رينج على شكل الحلق ماذا أكبر أمثل؟ هني أنا أمعدي سي هنا هم عدي سي هنا هم عدي تنكة واحد نية ثلاثة أربعة خمسة واحد نية ثلاثة أربعة هنا هم نفرض هاي الآصرة ما لك شوف شباب هنا هم عندي آنة هنا هم عندي بما أنه عدي آصرت من هاي الجهة ومن هاي الجهة إذن هذا هو موسيء كثري بس لا هنا هم راح يصير عندي ياخذ يعني ذرتين من الهايد وكأنما 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 فقد له ذرة هايدروجي وكأنما فقد ذرة هايدروجي لأن من هاي الجهة صارت عنده آصرة ومن هاي الجهة صارت عنده آصرة وصلت يا شباب وصلت فيعني يقول وكأنما فقد عندنا ذرة أج وكأنما فقد عندنا هنا ذرة أج هو هذا اللي جاي يقفل خلن نجي هسا اه هنا جاي يقول لي اه يقول بالمقار يقول هو راح يرتبط إليه بتو هايدروجين بالمقارنة بالمقارنة مع النو سايكلي يعني بالمقارنة بالالكانات غير الحلقية والالكانات غير الحلقية تكون ذرات الهايدروجين يعني ما بيهن نقص ما بيهن أي نقص بس هنا لا هنا بهن نقص شوف هنا سهل نانا سهل نانا وهنا نشوف مرتبط اثنين كل واحد مرتبط بثنين المفروض عندنا واحد يكون C-H3 على اعتبار من نهايات السلسلة بس هنا فقط عدم ذرات H فقط اليش لان صار على شكل سايكليو ألثان حسا هذا المركب شوف شباب هال البلأسود يعني يقصد ذرات تاربون كم ذرات تاربون عندي اعني عدي ثلاثة وهذن البصفة هاي الواحد اثنين وهذا منها واحد اثنين هذن يقصد بيهن ذرات الهايدروجين عدي اعني هنانا ستة فصار عندي مادام المركب هنانا ثلاثة اذن هذا بروبان وبما انه على شكل رنج على شكل حلقة صار اسمه سايكليو بروبان سايكليو بروبان واللي نقدر نمثل على شكل متلس يعني اذا ما بيهدر اسمه هيتي ارسل لك ياه على شكل متلس هو انت تقول هذا السايكليو الثانب هذا المركب على شكل مربع كم أسرات المربع شوف كم ذرات تاربون واحد اثنين ثلاثة اربعة فاذا هذن عندي اربعة ذرات تاربون وبالتالي اسمه سايكليو بنتان سايكلو بنتان. هنا عندي خمسة صار اسمي سايكلو بنتان. هنا بيوتان العرض. هنا بنتان. هنا عندي ازجاد هنا عدي ستة. فهنا صار اسمي سايكلو هيكسان. سايكلو هيكسان. هو اقدر امثله. طبعا الصيغة العامة مالتان هي سي ان اتش تو ان. طبعا الالكانات اذا تذكرون ان الشيغة مالتية سي ان اتش تو ان زائد اثنين. زائد اثنين. هاي مالت الالكانات. هاي الصيغة مالت الالكانات اللي خلينا. أسه راح نجي راح ناخذ قواعد التسمية مالتسايكلو ألكانز شباب القواعد مالتسايكلو ألكانز هي نفسه مالت الألكانات اللي خذيناها هي نفس قواعد الألكانات اللي خذيناها ولكن نضع قبل الألكانز نضع كلمة سايكلو على اعتبار راح يصير عندنا هنا شكل حلق يعني شلوم؟ يعني أول بداية نختار أطول سلسلة كاربونية نختار أطول سلسلة كاربونية ولكن منين نرقم ونرقم من الجهة الأقرب للتفرق من الجهة الأقرب للتفرق ليش؟ حتى المعوضات عندنا تأخذ أقل ترتيب تأخذ أقل ترتيب فهنا جاي يقولك احنا نضع كلمة سايكلو هسه راح نجيناها على الأمثلة انت مراح تفهمون على الأمثلة شو شباب هسه مثل هسه هذا المركب هسه هذا المركب بعد هذي الحلق كم ذرة كلم به؟ واحد اثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة هسه هذا أنا من رقمة مناني هذا صار عند الترقيم أنا مالتي خاطئ ليش خاطئ؟ لأننا نخطئ شوف شباب احنا جلنا هناك بالستريت شين بالسلاسل المستمرة جلنا نعتبر انه السلسلة مالتني هي السلسلة المستمرة بس هنا يا شباب انه الحلقة مالتني الحلقة مالتني هي العبارة عن السلسلة وأي شيء يرتبط بيه هو معوض ما عدا أكو حالات خاصة رح ناخذين ما عدا أكو حالات خاصة رح ناخذين فإذن هسه هذا لو أريد أرقمة شون أرقمة يا شباب شون رح أرقمة رح أرقمة شوف واحد ثانية ثلاثة أربعة خمسة ستة هم هذا الترقيم خاطئ ليش خاطئ؟ ليش خاطئ؟ انا اقل لك ليش خاطئ؟ لأن أنت ما رائحت الأبجدية هنا انت هنا ما رائحت الأبجدية لأن عندك أنتGH3 وعدك أثيل فالأثيل إلى الاول production بيت ترقيم فإذا الترقيم مالتنا المالتين راح ييكون يا شباب راح ترقيم مالتن يبدي الترقيم مالتين يبدئ منا واحد ما يصير أفتر منيانا لأن H3 راح تأخذ رقم أكبر على اعتبار منا قبل راح تأخذ رقما 3 فواحد اثنيا ثلاثة أربعة خمسة وهنانا ستة هشوف هذا الترقيم وصعه فرضا طالب قال سمي لي هذا المرسل انا راح اقل لي راح اقل لي واحد أثين واحد أثين بعد امزرة الكاربوري سارتا عندي مثيل ثلاثة مثيل ثلاثة مثيل والمركب ستة حلقات هو بس بما انه على شكل حلقة راح اسميه سايكلو 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 هكسل سايكلو هكسل واضح يا شباب خلني اجي لهذا المركب شوفوا انه هذا المركب شوفوا انه هذا المركب هذا المركب يقول هنانه ماانه هنانه مفروضه احط واحد بس يقولون هنا أنا ما احط واحد مايقول not number ما يحتاج احط !!!! لأن يقول عندكificar انت سيفرع واحد كأكيد انت رأح الترقي من النانه سواء انت فرقيت من النانه أو انت بس مش بعوض واحد لمعوض واحد براحتك رقب من نانه لانه لا عاديك معوض ثاني خصوص يا شباب بس هسا فرضاً أنا لو أنا عدي مجموعة أثيل هنا أنا فرضاً فرضاً عدينا مجموعة أثيل CH2 CH3 من يوم راح أبدأ الترقيم أبدأ الترقيم هنا أنا وبالتالي أقول واحد أثيل ثلاثة مثيل سايكلوهكسر وهكذا بس يناب بما أنه عندي معاوب واحد فما يحتاج أكتب الرقم قبل أقلة مثيل سايكلوه وبما أنه ستحلقات هكسر خلني اجي لهذا هذا شديه؟ هذا يقول المركب تيرشري بيوتال سايكلو بنتان خوش شون عرف هذا؟ أنا قلت لكم شباب أسا أجي خلني أشرح ليكم يا بالبداية خلني أشرح لي بالبداية باعوا يا شباب باعوا شباب حسا فرضا أنا عندي هاي هاي الحلقة ماتي فصال ياهو واحد ثمين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا هيكسر ثلاثة لدي هزمانة فرضا صار عندي تفرع برانش أو عندي تفرع بيوتان فرضا أربعة أو أربعة أو أربعة ، علينا خلال هذه الحلقة نفسها و هذه الذرة تعتبر الكربون الثانوية ، ستأتي هنا في البداية فرضاً ، ستأتي هنا بالبداية ، ارتدي ايضاً لدي ايضاً من الـ CH يجت هنا لدينا CH2 هذا راح يسعد فوقي هنا راح يصير عندي CH3 ماذا كان CH2 صار CH3 لان هنا انا واحدة منها مادام انفصت عنا الاصرة هاي الاصر اللي هنا هو CH4 بس من اصر ومن اصر صار هنا لدينا CH3 على اعتبار تفرع هنا صار عندنا وهنا هاي المنا لدينا الزرة مالتي هم متصبي هنا نانا CH2 ف اش باعوه ولي باعوه ولي شباب هسه هو يازل راح هاي نانا الزرة الثانوية فهنان يسموناي مصطلح سك يعني الزرة مات الكاربون الثانوية راح تاخذونا المثال بعيد شوي اظه ابترك بي فالذرة الكاربونية هاي نانا الثانية اللي هي اجت عندنا هنا صارت شيفوه هاي نانا صارت وهاي الزرة الأولي اللي هي كارت صعدت فوقي ومن نار بس هسا لا راح ناخذ الحالة الترشيري التالفة اللي هي هاي الزرة هاي الزرة راح تجي بالبداية باعوا يعني هاي هناني شوف هاي الزرة راح تجي اللي هناني C هاي CH هاي مو هناني هاي شمرتبطية منها CH3 هاي CH3 مالح هاي احده من هاي مو يثني من هناني واحده راح تسعت فوق هاي هناني واحده راح تنزل لجوه فهنان راح تسج constitár ادي هناني CH3 CH3 اصرد ستباع ضاعesten شباب يا ظرة هناناء صارت دقدنا هناني هاي د true الظرة والثالثه تير شري فهنانا يسمونه تير شري الي جان هناناء sc are made in his house اللي هي صارتنا لاتتصال معلته تعالوا سرد عاني للمثال معلته تعالوا رجعوننا للمثال معلته ورجعوننا للمثال معلته فشوفوا لهذا المركب حسنا هو يذره متصل به حسب الرسم الآخر واحد رسمنا هذه الظرة الثالثة فإذن هذه ننة نطلق عليها مصطلح tertiary tertiary التترا tertiary بيوتيل ليش بيوتيل؟ لأن كم ذرة أنا عدي هو هذا التفرع مالتي هو بالأصل هو كم ذرة كاربون 1-2-3-4 إذن هو بيوتان بما أنه مجموعة معاوضة إذن هو بيوتيل الكيلو بيوتيل ممكن أعادة سريع على الآخر تسمية هاي لو هاي لو تقصد هذا وين اللي تقصد؟ تقصد هذا المركب؟ تقصد هذا المركب بالسايكليوكسال؟ ممكن أعادة سريع اللي تراي ها قصدك تقصد على هذا المركب ها تقصد على هذا المركب مو مشكلة مو مشكلة نعيد لكيها تبدل باعوا يا شباب هسا عندي آني هذا الهكسام عندي هذا الهكسام ارتبطت بمجموعة الكيل اللي هي البيوتان اللي هي CH2 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 CH3 فباعوا يا شباب هسا هذا خلنا نرسم لك واحد بعد الثانية هذا المركب CH CH أه هناني CH2 CH3 وهذا راح يصاعد لني فوق سيصير CH تمام وراح أرسم لكم المركب هذا اللي هو C هسا هذي مجموعة الكيل اللي هي البيوتين مرتبطة بالهكسام بالسايكليوسة يقول انا فرضا عندي انا هاي الزرة هاي يسمونه برايمير هاي السكندر هاي السكندر يعني السكندر الذرة الكاربورة الثانوية راح اجي اجيبها وحطا اهنانة في البداية فاراضا انا اهنانة هو احنا مثالنا على هاي الشغل بس انا لازم اوضح لك هاي الصورة على الموجهات لان هم عندنا مثال على هاي المهم اجت اللي هنا فهذا وين راح يروح هذا اللي CH2 راح يجي يصير برانش عليها فوق فصار CH3 فصار CH3 وهذا اني نزل عندي فهذا هنا انا ما دق وين صار عندي انا هنا انا على ذرة الكاربورة الثانوية اللي هي هاي بالاصل بس احنا صعدنا هاي ما في الاولى فوق بينما هنا انا لا جبني الكاربورة الثالثية هنا الكاربورة الثالثية شوفها حطيته هنا انا فالتفرع مالته هذا نزلته CH3 نزلته فعلى علاقة بينما هذاني هذا واحد راح يجي فوقي وواحد هنا انا راح ينزل لجوه فشوف هذا الCH هنا صار CH3 والتي مننا صار CH3 فاذا هاي بالاصل هي يا ذرة من البيوتان وهذا بيوتان وهذا المركم هذا المجموعة الالكية هي بيوتان لان واحد اثنين ثلاثة اربعة اربع ذرات كاربورة بيوتيل المهم فهنا هاي يا ذرة مننا صارت بسطة بالسايكليو الثالثية وصلت يا شباب اتمنى تكون واضحة الفكرة فهسا تعال باعولي على المثال مالتنا باعولنا على المثال مالتنا شوف هسا المثال مالتنا اذا هاي ذرة اذا هاي الذرة اذا هاي الذرة التيرشري الثالثة ارتبطت بها ذن المجامع وبالتالي هاي كم كاربون اعتبار هاي كل مجموعة معوضة هاي مجموعة معوضة واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا هو تيرشري ليش تيرشري يا شباب لأن بذرت لأن السايكليو بيا ذرة من البيوتيل ارتبط ارتبط بالسالثة فإذا صار تيرشري بيوتيل سايكليو بنتا تيرشري بيوتيل سايكليو بنتا و مما انعلش ذرة لم تتطور متى لاكي و الثانين كان مجموعة متى متى ممتention consuming الجيرpoint ممتention ما الذي تلك بالان الدخل وهذا ارتبط بها ثلاثة يعني لا ارتبط بها ثلاثة واحد منه ان bertلافي وبالتأكيد انه راح يصير مصصصيع الآن بينما هناك الاع كان عدنا هنا ما عarina حتى قنات هنا ما عدنا دخل هنا كانت CH2 CH3 وبالتالي كانت هنا CH تماما ماهونا أي شباب جاي قل لي أنه على تسمية مالتنا أنه ما نستطيع أن نسمي هذا المركب مالتنا شوف شباب يقول إذا آنس هاي التسمية يقول لك هاي خاطئة ليش خاطئة وليش هاي صحيحة ليش هاي خاطئة وليش هاي صحيحة هاي صحيحة لأن إحنا رقمني وانطينا المعوض أقل ترقيم شوف واحد ثمين ثلاثة شوف المعوض عندك خذ موقع واحد وخذ عندنا موقع ثلاثة بينما هنا امتلاء مفتر بالعكس مفتر بالعكس فأنت مطل هذا موقع واحد التفرع ومطل هذا التفرع موقع خمسة وبالتالي واحد بخمسة راح يصير عندنا داي أثيم وبالتالي هذا خاطئ ليش؟ لأن إحنا قلنا لازم نطل المعوضات للبرانش أقل ترقيم وصدت يا شباب أقل ترقيم فإذا الصحيح شكله واحد ثلاثة داي ثنائي يعني مثيل وهو عندي هنا المركب ست حلقات سايكلو هتساب وصدت يا شباب هاي خاطئ ليش؟ لأن ما راعة العدد يعني ياخذ أقل ترقيم المعوض لازم ياخذ أقل ترقيم وصدت يا شباب الثاني يفي Ali الثاني يفي الثاني يقول هاي صحيح وهاي خاطئ هاي خاطئ وفوك شنو اه شباب من يوارف وفوك شنو هاي التثمية صحيح هاي لايش رقمنا منو الاثيل ليش رقمنا منو الاثيل م Sports لأن الأبجدية تقول أن الأثيل إلى الأولوية من المثيل والبروبيل فإذن الأثيل نبدأ الترقيم من عدة لأنه هو بالأبجدية إلى البداية فصار عندي واحد، ثنيا، ثلاثة، فصار عندي واحد، واحد أثيل وعندي بذرة الكاربون ثلاثة، عندي مثيل، والمركب مالتني هو شنوه؟ ست حلقات، وبالتالي اسمه سايكلوهكسان، شوف واحد أثيل ثلاثة مثيل سايكلوهكسان هاي التسمية خاطئة لأن ما راع الأبجدية، ما راع الأبجدية رقمنا من المثيل والمثيل ما رقم من العدليش لأن الأولوية للأثيل، الأولوية للأثيل من حيث الأبجدية الإنجليزية حسنا راح نجي إلى عدنى سبيشل كيس اللي هي عدنى بعض الحالات الخاصة يا شباب هنا الفكرة، ما هي الفكرة؟ يقول هسا إحنا مو قلنا أن هذه الحلقة مالتني، مالتني، هي تمثل السلسلة مالتنا الأصلية نقول سايكلوهكسان، مو صعلو لا، لا، تمثل إحنا هذي، هي هاي السلسلة مالتني، وأي شي يرتبط بيه، هو إحنا قلنا معوض، هاي القاعدة مالتنا مال مساعة، هاي القاعدة مالتنا مال مساعة، بس هنا يا شباب، هنا عدنا حالة خاصة، عدنا حالة خاصة، يقول يقول انت هذا المركب الحلقي مالسيك اذا رتبطت بي هاي المجموعة مثل هاي المجامية يقول هنا لازم تحسب اش تحسب؟ اش تحسب؟ انا اقول لك اشتب باعوا يا اي شباب خلنا جي انا احسب لكم باعوا يا اي هسا هذا المركب كم حلقة بي؟ كم ذرة تاربون بي؟ بواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا هذا ستة اذا هو هيكسا ليش؟ لان ستة تاربون بي ستة كاربون بيننا هاي الجد عندياني واحد ثنين ثلاثة اه 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 واحد ثنين ثلاثة اربعة هذا اربعة فاذا هذا اربعة وهذا ستة وهذا ستة خوش هاي الساعة عفق من هذا نتجي لهذا تعالوا يا هاي هاي الساعة وصلت بي هذا هذا ما بينين هك هو أربعة كاربون بي أربعة كاربون بي بصه يا شباب هذا ليش أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة بيوتاة سايكلو بيوتاة هنا أنا نتي كم واحد عندي؟ عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بينما هاي عندي ستة هاي فايقول لو كان عندك أنت تحسب مال هاذا هاذا المركب الحلقي وتحسب مالته هذا المتصل به إذا كان الحلقي أكثر عدد كاربون إذا كان عدد الكاربون الموجود بالمركب الحلقي أكثر فإذن المركب مالتنا الأصلي هو الحلقي يعني نعتبر الحلقي هي مالتنا الأصلية السلسلة ونعتبر هذا التفرق لأن الحلقة مالتنا هي أكثر كاربون بينما هنا راح نعتبر هذا كله هو السلسلة مالتنا بينما هذا السايكلوبيوتان هذا راح يصير تفرق لأن هذه حالة خاصة تقول نحسب عدد الكاربون هنا أنا عندي أكثر فإذا صار هو هذا السلسلة وصار عندي السايكلوبيوتان اللي هو صار عندي مجموعة معورة فتعال هنا بالتسمية مالتنا تعال بالتسمية تعال هنا بالتسمية مالت خاصة تعال هنا بالتسمية مالت لا شي يكون الابجد شوف شباب خسي قلنا هذي قد هذي هذي ستة كاربون وهذاكي هذي ناني أربعة كاربون إذن راح نجي راح نقول يا بي إنه هذي الحلقة هي السلسلة مهالتني على اعتبار هي أكثر عدد كاربون بينما هذي راح نعتبره تفرع البيوتيل راح نعتبره تفرع ليش لأن أقل عدد ذرات كاربون شون راح أسمي الجواب مالت ش راح يصير نكتب التفرع مالتني اللي هو البيوتيل والمركب الحلقي شنو هذي ستة إذن هو سايكلوهكسان واضح يا شباب المجموعة المعوضة البيوتيل صارت والسايكلوهكسان هي السلسلة بينما هناني هنا هاي المجموعة مالتني تقدر بيها هاي كاربون بيها ستة كاربون ستة كاربون بينما هناني عندي أربعة كاربون خوش أربعة كاربون ش راح نعتبر راح نعتبر إنه هاذي 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 هو السلسلة اللي هو هاذي هكسان هو هكسان في الحلقات هذا هو السلسلة بينما هذي السايكلو بينما هذي السايكلو بيوتيل راح أعتبره شنو راح أعتبره هو المعوض مالك المعوض مالك فشنو راح شنو راح أعجي أسمي شوف بذرة هنانا عندنا اتصال برقم واحد وينما تصل لو معدي هذا السايكلو بيوتيل وينما نتصل He 사람 بيوتيل برقم واحد فإذا طه تكتب واحد سايكلو بيوتيل شوف شو سوينا جبنا اعتبرنا اعتبرنا هذا السايكلو بيوتيل جبناها بالبداية اعتبرناه معوض اعتبرناه معوض زين ش顆 ان التالي صارت الهكثان صارت السلسلة توضع الا حالة الاهكثان شباب واضحي لو اعيد هي قالت تأنقل علrab bilations الىHClifase وما بها نحسب عدد زرات كاربون هنا فاذا كان كاربون الاكثر اح Ga4HClifase طاريب السلسلة翫ambสالي نعتبر المؤوس دماط شباب هذه الفكرة ما في الحالة الخاص هاي الفكرة مات الحالة الخاصة ها هنانا مساعة لقدت لكم على المات التيرشيري والسكندري هنانا باق وياي هسا انا عندي هذا المركب هو هكسا 6 تراز كاربون هكسا او وياي هذا المركب شنو هذا المتصل بهذا المركب مال 2 هذا المركب مال 2 1 234 إذن هو بيوتيل بيوتيل مجموعة معه هذا ستة طبعا هذا ستة اللي هو سايكلوه هنا أنا عدي مجموعة مرتبطة عندي هنا اللي هي فرضاً مجموعة واحدة يعني هنا أنا عندي هنا لا بيوتيل فشباب باعوا لي باعوا لي باعوا لي بإخوان الهداء لماذا شخصاتي أرقم من أجل أرقم ومن أعني أرقم أعتبرنا هاتين ثنيين وثنين لماذا؟ بل أنا أقول لك ما اسمي هذا مركب؟ هذا اسمي بيوتيل وهذا اسمي مثيل إذن الاولوية المن لبيوتيل على اعتبار الاولوية الانجليزية يا شباب الاولوية الانجليزية وصلت فإذن رقمني من البيوتي رقمني من البيوتي نجي بعد نجي شوف هنا أنا عندي أنا السايكلوهكسان السايكلوهكسان بياه ذرة كاربون متصل بالبيوتي متصل بالثانية متصل بالثانية بالساعة خذينة بتذرة الثالثة التيرشري إذا تذكرون اللي شرحت لكم يا على الورقة البيضة قلت لكم مرات يتصب بالورقة يتصب الكاربون الثالثة هنا لا متصل عدي أنا هنا بالثانية في جيلة أنا هنا أنا بموقع واحد إذن موقع واحد بس متصل بالثانية بالذرة الثانية ما تتصل بيوتي إذن واحد سك بيوتي والمثيل وين صار عدي بالثالثة ثلاثة مثيل واللي هو المركب مالتني السايكلوهكسان سايكلوهكسان واضح يا شباب نجي لهذا المركب مالتني هذا ما يحتاج يعني سواء رقمت مننا أو رقمت مننا ماك فرق ليش لأن على اعتبار عندي أنا مجموعة واحدة معوضة في جيلة أنا أنا عندي عندي أثيل سايكلو بيوتان أثيل سايكلو هذا بيوتان ليش لأن أربع درات كاربون متصل بي مجموعة أثيل واحد نجي لهذا هذا شلون راح أجي أرقمه يا ترى أرقم مننا وأفتر مننا يقول لها خطأ أجي أرقمنا واحد ثنيا ثلاثة أربعة خمس ست وصلت يا شباب مننا نبدأ الترقيم ليش؟ حتى ننطل معوض أقل الترقيم فصار عندي واحد اثنيا داي مثيل واحد اثنيا داي مثيل سايكلو هكسر سايكلو هكسر واحد اثنيا داي يعني ثنائي مثيل سايكلو هكسر بينما هنا نجي هنانا شنو عندي أنا كم مجموعة أبدأ أرقم إذا أرقم مننا راح يصير عندي واحد ثلاثة الاعتبار واحد اثنيا ثلاثة واحد ثلاثة إذن هذا خنشوف بعد عندنا واحد لحسن منا اجد واحد اثنين واحد اثنين اه ثلاثة Them, four, five هو الرقب يعني ما سيصير عندي ما سيصير عندي هنا اثنين هنا اثنين شنو المجامع اجد مرتبط ثلاثة عندي موقع واحد موقع اثنياً عنده ارتباط من نفس النوع هاي طبعاً لان من نفس النوع انا جاي يكتب واحد اثنتين وثلاث واذا من مختلف لا نكتب واحد مثل اثنتين مثيل وهكذا ملا من نفس النوع كلهم مجموعة تاتيس كلها مجموعة تاتيس كلها مجموعة تاتيس فاذا نعدي بواحد واثنياً وابي رغب موقع اربع ماذا نعدي ثلاثي تر ثرير وصلت يا شباب ثلاثة أثيل ثلاثة أثيل يعني أدي ثلاثة من الأثيل معوضات مرتبطات بالسايكلو بنتان واللي هو المركب من الخمس ذرات اللي هو سايكلو بنتان إذن واحد اثنين اربع تيرشيري أثيل تراي أثيل سايكلو بنتان واضح يا شباب واضح يقول شنوها ظاهرة الايزوميرزم شنوها ظاهرة الايزوميرزم خلي أجأس أول فيك بصورة عامة يعني يعني هو يا شباب عدنا احنا مركبات مركبات عضوية مركبات عضوية شبيهة تمتلك نفس التركيب الجزائي مالتها يعني التركيب الجزائي انت لو تشوفها بعينك اذا لو تشوفها مثلا هنا من حيث التركيب مالتها مال الجزائيات وعي راح تشوفها نفس الشي انت راح تشوفها نفس الشي بس شنو عدنا هنا الاختلاف الاختلاف مالتها بالتركيب يعني انت لو تشوفها بالحقيقة تشوفها هذا وين هذا وين يختلف ولكن من حيث التركيب الجزائي مالتين متشابه يعني لو تشوف انت التركيب مال هذا المركب عن هذا المركب تشوفه متشابه جناس ولكن بالحقيقة بالواقع يكون مختلفات مختلفات بالتركيب أسه راح نجي راح ناخذ أمثلة عليهم على الظاهرة مال الجناس في الثواني راح ناخذ عليها أنواع هذه يقول عندي مثل آنس الجناس مالتي عندي بين نوعين يا أما من حيث التركيب يا أما من حيث التركيب ومن حيث السلسلة والبوزشين الوضع مالتي والوظيفة والرنك الحلقات وراح ناخذ الميتا ميرزن وكذلك هذا النوع راح ناخذه من ضمن هذا النوع وعدي بهذه النوع حسا راح ناخذ هذا بعدين الستيرو آآ آآ ميرزم راح ناخذ به نوعين جيوميترical جيوميترical وراح ناخذ الاوبتيكال راح ناخذ نحسا واحد ولا واحد راح ناخذ واحد ولا واحد خلني ناخذ ناخذ مالتي جيوميترical سيقول هنا أنا عدي هنا بالنسبة للسلاسيل يعني ستتاع لشوف لأسال المركب كم ذرة كاربون ب واحد ثنيا ثلاثة أربعة هذا ب matière هذا كم ذرة كاربون ب ب واحد بثنيا ب ثلاثة وهنا ب أربعة طبعا أنا أنا ما جshop Senin بس اقول لك يعني كعدد كاربون كعدد كاربون يعني هذا يعني ما جزت هذا كاربون عند واحد ثنيا ثلاثة أربعة هذا عند أربعة كاربون أربعة كاربون كم ذرة هيدروجين عندنا ثلاثة ومنها ثلاثة ستة عند عشر. عند عشر. وهنا نعم عندي السي عندي اربعة وعندي هيدروجين هنا ثلاثة وينها ثلاثة وينها ثلاثة تسعة وهذا واحد وهذا عشر. شاه هذا المركب شو نفس هذا المركب؟ هسه طبعا راح ناخذ الايزوميرازين من حيث السلسلة يعني اختلاف راح يصير عندنا من حيث السلاسل. فهنا انا هذا المركب سي فور ات عشرة وينها سي فور ات عشرة. شن الاختلاف اللي صار عندنا. يقول هنان هو متشابهين من حيث التركيب الجزائي مالتهم. ولكن يعتبر انه من المركبات تختلف طريقة مال السلسلة. يعني سواء كانت متفرعة او برانش. يعني يا شباب يقصد انه هذه المركبات هي متشابهة. بس هنا انا يقصد عندي هاي هنا انا السلسلة مستقيمة. ولكن هنا انا صحيح هو نفس العدد ونفس الزرات من الهيدروجين. ولكن عندي هنا انا السلسلة مالتي متفرعة. هنا انا مستقيمة. وهنا انا عندي متفرعة. فصار عندي اختلاف بالثلاثة. هاي مستقيمة وهاي متفرعة؟. ولا هم اتنا من سلسلة. اتنا من سلسلة كربون اتنا من الكاربون اتنا من الهيدروجين. وبالتالي حسا هذا هذا لو Sex into 하اذ عمه وهو بيوتان وهذا بتناatsächlich بيوتان. هذا الاست انها SIM مسيل كنتي تضايي علىما يحصل تعليمaki وماختلاف ج Pearl Bank وبيوتان Ch. لا يوجد اختلاف بيننا لكن الاختلاف بالstraight والbranch يعني بين حيث السلسلة سواء كانت مستقيمة سواء كانت عنده متفرعة هذا الاختلاف أول واحد ما للسلسلة إذا قال لك شون يعني من حيث السلسلة للاختلاف يقيله سواء كانت مستقيمة او كانت متفرعة برانش شمع دعونا نجي من حيث الوضع من حيث الوضع شون يعني من حيث الوضع؟ يعني هسه هذا المركب هذا المركب مالتي هو بيوتانول بيوتانول بشين هذا رقم واحد؟ يعني جاي يقل لي أنه هذا الكحول هو أولي هذا الكحول أولي يجي نحط واحد فوقه يجي علامه هذا الكحول أولي شون عرفته الكحول أولي؟ أنا شرحت لكم الساعة ولا بأس أنه على مساميعكم الكريمة أنه عندي مساعة أنا قلت مثلاً خ خ خ خ خ خ خ وبهاي الزرة متصل عندي أنا أوه عندي هنا أنا متصل شمتصل عندي هنا؟ متصل عندي أوه فهذه يسمونا يا شباب هذي يسمونا كحول أولي ديش لأن الأوه مرتبط بذرة الكاربون الأولي طرداً أنا عندي هذا المرتب CH3 CH2 CH2 وهنا أنا عندي أنا الأوه فوق يعني مرتبط بذرة الكاربون الأولي هذا يهم كذلك كحول أولي ليش كحول أولي؟ لأن ذرة لأن الأيون مرتبط على ذرة الكاربون رقم واحد تمام خلنا أخذ هذا CH3 CH CH CH3 وهنا أنا عندي أنا أوه هذا يا شباب ذرة الكاربون الثانوية ارتبط بها الأوه فهذا الكحول إحنا نسميه سكندري يعني كحول ثانوي كحول ثانوي نفس الوضع حصلوا عندي أنا هذا المركب مثلا 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 بهذا المركب CH3 CH2 CH CH CH3 هنا أنا ارتبط عندي أنا أوه نفس الوضع هي أنه بذرة الكاربون الثاني ذرة الكاربون الثاني ارتبط عندي أوه فبالتالي هذا يسمونه كحول ثانوي ذلك الكحول الثالثي شونا عرفه الكحول الثالثي هذا الكحول الثالثي CH3 CH3 وهنا أنا عندي تفرع مثلا CH3 وهنا أنا عندي أنا أوه يعني الذرة مات الكاربون الثانوية ما مرتبط بيها بس أوه لوحدها لا مرتبطة بيها بعد مجموعة ثانية واللي هي هاي مجموعة ثانية واللي هي مجموعة المثيل هاي مجموعة الألكيل هنا أنا مرتبط عدي فإذا ذرت الكاربون الثانية ما اتصل بيها 2 برانش وهي الأوه يعني أوه وبيها برانش واحد ثاني فهذا يسمونه الحالة مالتني يسمونه كحول ثالثي أو يسمونه تيرشيري وسط يا شباب كحول ثالثي فهنا أنا ينرجع السؤالنا نرجع فهنا أنا فهنا أنا يقول لي يقول له أنه هنا الاختلاف راح يكون من حيث الوضعية مالتهم يعني وين هذا الكحول الكحول الأولي هذا الكحول الأولي لأنه مرتبط على درة الكاربون الأولي بينما هذا الكحول ثانوي هذا كحول ثانوي يعني هو أنت هذا بيوتان وهذا بيوتان نفس الوضعية ارتبط بـ OH هصار بيوتانول بيوتانول بس الاختلاف hogy من حيث طريقة ارتباط وضعية ارتباط الوضعية ماتت الاهتباط و قد الو او أش عنده هناخ تلفت مرة ارتبطت على درة الكاربون الأولي مرة ارتبطت على درة الكاربون الثاني يقول هم يقول مختلفين بالوضع ولكن متشابهين من حيث القروبات مالاتهم يعني هم متشابهوا هذا بيوتانور هذا بيوتانور نفس الوضعية نفس نفس بالوضع ولكن يختلفون من حيث يعني الوضعية ما ترتباط الOH بالكاربون اختلفت عندنا ويقول هنانا يقول هادا القروب يقول عندنا هادا النوع يقول مهم يقول هادا امبورتينت ار موفت اروند من حيث الهيكل هذا ساريد يسموني خلني يجي هسه هسه شباب اذا قالك البوزيشن ايزوميرزم الوضعية مالتا وقالك اطيني مثال فرضا تطي مثال تطي مثال على الكحول انه انا عندي بيوتانول وعندي هنا بيوتانول بس لكن طريقة او وضعية ارتباط الOH اختلفت عندي هنا بحيث انه ارتبط بذرة الكاربون الاولى فصار كحول اولي وهنا ارتبط بذرة الكاربون الثانوية فصار عندي كحول ثانوي تخنج يقول هنا تخنج طبعا هنا قبل لا لازم اجي اشرح لكم على المجاميع الكاربونيل مجاميع الكاربونيل يا سباب هاي دبالبوند او هاي مجاميع يسمونه الكاربونيل واللي هي عدنه محاضرة كاملة علي لمحاضرة تمامي هي على مجاميع الكاربونيل يقول عدنا بيه نوعين gehtنا بيه نوعين عدنا بيه نوعين genия nda bihaiz binnen حسن شي خلنوا هلوا قال بياطل لأن هنا هنا ما ستصرف بقى يا شباب أنه أنا عندي C double bond هذه مجامع الكاربونيل عندي بيها أنا نوعين عندي بيها نوعين عندي النوع الأول اللي هو R مجموعة الكيل وهنا هنا ذرة الكاربون المركزية وهنا هنا double bond اللي هو هذه مجموعة الكاربونيل اللي هي هذه مجموعة الكاربونيل ومن هنا عندي ارتباط وهناي مجموعة كربيونيل ايا يا النام عندي R و هناك C وهناك O مجموعة الكاربونية و عندي بعد مجموعة الكيل ثانية يعني ما الاختلاف بين هذا وهذا؟ هذا بمجموعة كيل الكيل هذا بمجموعة واحدة مرتبطة بـ C مجموعة الكاربونية فهذا يسمونه Aldehyde يسمونه وبالتالي نضيف للمقطع بنهاياته نضيف للمقطع المقطع ال الاعتبار هو Aldehyde أما هذا يسمونه لا يسمونه كيتون يسمونه كيتون واللي احنا نضيف المقطع ON في نهاياته نضيف المقطع ON تمام إذن هالسان اذا عدي مجموعة كاربونية مرتبطة بها مجموعة الكيل ثنياً هذي يسمونه كيتون بينما إذا عندي أنا مجموعة كاربونية مرتبطة بها مجموعة الكيل واحدة ومنها هيدروجين فهذي يسمونه Aldehyde وصلت يا شباب وهذا راح نشوف المثال المقطع هنا شوف لي هنانا شوف هنانا شو نسوي هسه هاذه 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 هسه هاذه شوف همانا عندي أنا مجموعة R هاي مجموعة R وهاي double bond O هاذه double bond O هاذه نزلته وهاي ال H مالتني هاي ال H وطبعا هاذه شكله هو طبعاً بس هو H كاتبلي فهذا شين وهذا هو تم سيبي واحد نيال ثلاثة إذن هو بروبان ولكن هو Aldehyde هو Aldehyde وهذا فسمينا احنا بروبانال ضفنا له المقطع لليش؟ لأنه هو Aldehyde قصة يا شباب Aldehyde هو هاذه بينما هاذه لا هاذه كيتون شون كيتون انا قل لك شون كيتون اللي انشوف هاي مجموعة double bond O هاي مجموعة double bond O شين اتصل بها مجموعة الكيل وهاي منها مجموعة الكيل اللي هي CH3 وهنانا هم التصتك بها مجموعة الكيل واللي هي CH3 يعني شلون اعتبار R و R اللي هي مجموعة الكيل R و R R فهذا صار عندنا بروبانون بروبانون ضفنا له المقطع عن ليش؟ لأن هذا كيتون لأن هذا كيتون لأن هذا كيتون فهنانا يقول هنا عندنا قلنا احنا الايزوميرزم انه هو يكون دائما متشابهات من حيث التركيب مالاتين التركيب الجزائي يعني انت هذا هو نفس هذا هذا نفسه نفسه بالضبط ولكن هنانا 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 على مجموعة كاربونيل هذا يحتوي على مجموعة كاربونيل وهذا مجموعة كاربونيل ولكن الطريقة مال التوزيع اختلفت هنانا 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 احتلفت عندنا شون نختلفت يعني شوف اللي هنا هسا هذا الهايدروجين قتلك قتلك هذا الهايدروجين لو اتصل بهاي ذرة الـ CH2 راح ينطيني نفس هذا الـ نفس المركب مالته نفس المركب مالته هم بروبانون ولكن هنا لا اختلف هذا هنا نفسه ونفسه بالضبط ولكن اختلف توزيع الذرات صار غير متماثل توزيع مالة الذرات شبيبت ولكن الزرات مالتني الاتصال مالته صار مختلف بالطريقة صار مختلف بالطريقة ما بين القروبات فصار غير متماثل فصار عندي غير متماثل هنا وضحت يا شباب وضحت فاذا قل لك عندي الـ ايزوميرزم اطيني مثال عليه انت تطيني مثال مثال على البروبانون والكيتون على الالدهيل والكيتون يعني هيتش تتوضيح له يعني هو جاي يقول لك هنا ترى هو ما كفرق هنا انا جاي يقول لك انه هما ما بيهم اي فرق واحنا ظاهرة الايزوميرزم هي اصلا تمشي على هاي القاعدة انه تكون same molecular formula فتكون يعني متشابه من حيث التركيب الجزائي مالات ومن حيث الرقم من حيث الرقم مال الاعداد ومن حيث الزرات كله يكون متشابه كله يكون متشابه الاعداد وهاي الشغلات كله متشابه النمبر مال الزرات كله متشابه ولكن الاختلاف انو الزرات مالتنا الاتصال مالتهم مختلف شوفينا هذرات هناك مختلف اللي اتصال مالتهم مختلف هنا انا متصل لانا سيءة الكتري هنا لا لا سيءة مجموعة اثيل متصلة بالمجموعة الكاربونيل ومن ها اتشول والديهاي ومن ها كيتون متصلة بالمجموعة الالكيل من هنا ومجموعة الألك اللي من هنا فإذاً اختلفت عندنا الطريقة مالة المالة متاميرزين ايزوميرزين هذا شنو هذا هذا شنو هذا المثال المثال الأمثل عليه فبلا اجي ادخل بالأمثلة خليجي اشرح لكم وهي مشكلة موضوع مرتبط الموضوع انا لازم اجي اشرح لك يعني اول بداية اول بداية لازم اجي اشرح لك على الاثر الاثر شوف شباب شين هو الاثر بصورة مبسطة الاثر يا شباب هو ار مجموعة الكيل خط اوكسجين خط مجموعة الكيل مننا مجموعة الكيل هذا هو يسمونه ايثر هذا يسمونه ايثر ولكن راح ناخذ بي شغلات شنو هي الشغلات انه هذا الاثر انه هذا الاثر احتمال يعني انا عندي فرضا عندي هسه هذا المركب حي phi 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 investigative وتحرص المركب至 denحر حاطرة مجموعة كال commentingない والاثر لكم adesso ايثر اني في شرح له الس Sciences جل سوءله ح yoghtra CH2 وهنا عندي انا O CH3 خوش فرضا انا عندي بعد يا مركب عندي هذا CH3 CH2 خوش و عندي فرضا فرضا عندي هو هذا المركب واحد اي تمام 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 نفسي بببببب اي ا يو Kerlin جهabe اي اي ، ا break my microphone شباب سدوا المايك ثواني شباب الله أكبر شباب اللي المايك كمان خي سده سده أي شباب خلنا جينا فردا أنا هنا معدي CH3 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 ماذا أسمي أنا هذا؟ ماذا أسمي أنا هذا؟ هذا يا شباب ما أقرأ أقول واحد ما أعدي أنا كاربون على المودة يقول إنها واحد ثنين ثلاثة أنا أعدي كاربون أنا بالنسبة ما أعدي السلسلة منفصلة هنا فأنت شوف لي هنا هنا مجموعة مثيل واحدة وهنا مجموعة مثيل ثاني فإحنا شنقول عدي ثنائي مثيل مصح لا لا إحنا نقول هنا نداي داي مثيل داي مثيل داي مثيل داي مثيل ونحط كلمة إثر على اعتبار إنه هذا هو إثر بينما هذا عندي منانا أنا أثيل عندي منانا أثيل وعندي منانا مجموعة مثيل زين يا ربي شون أسمي هذا أنا شون أسمي أنا كليك شون أسمي كالأبجدية والراحة الأبجدية تقول إنه الأثيل يجي بالبداية إذن هذا أثيل 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 النوب مثيل أثيل مثيل إثر خوش بينما هذا هذا من شباب خلنطيكهم فكر عليهم هذي يسمونه متناظر ليش متناظر لأن منها 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 أثيل ومنها أثيل هذي يسمونه متناظر هذا غير متناظر فبالتالي هذا شنوه شوان أسميه شوان أسمي يا شباب عندي أنا مجموعة أثيل منه ومجموعة أثيل منه خب ما أروح أكتب أثيل أثيل لا ما يحتاج أكتب داي أكتب داي أثيل داي أثيل داي أثيل إثر داي أثيل إثر وصلت يا شباب وهذه الفكرة ها شبابنا يعني هو الفكرة الفكرة مات تل إثر يا شباب إنه مجموعة أر مننا وعندي أو منا وعندي أر مننا يعني ذرة أوكسجين وعلى الجانبين عندنا مجاميع الكيل الثنين عندنا مجاميع الكيل الثنين سبب خلني جي ننتقل السلايد ما لا فيه تعال هسا هنا أنا شباب تعال هنا أنا شباب إنه هسا إحنا هذا عندنا المركب يقول هنا الأختلاف راح يكون وين الأختلاف؟ راح يكون عندي الأختلاف في مجاميع الكيل راح يصير عندي طريقة الاتاتش يعني الارتباط طريقة الارتباط من المجاميع الكيل راح تكون نفس طريقة اللي يخذي عنها بس لدينا مثل بروبيل اثر وعندي المهم 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 هسا هذة شنو هذة؟ هسا بدون ما أكتب لك هاتش أنا راح أكتب لك هاتش وشوين يريدين خربطك يعني انتم دائما خلوك معصي البسيطة لا تدو هنا عندي او وهنا عندي أيضا CH2 وهنا عندي CH3 فإذن أنا عندي منها أثيل ومنها أثيل إذن شا قل لي؟ أقل لي داي أثيل إيسا قلصة يا شباب داي أثيل إيسا بينما هنا عندي هنا CH3 وهنا عندي O وهنا عندي شنو عدي هاي هنا عندي عندي CH2 CH2 CH3 CH3 شنو صار عندي هنا صار أسمنيهم أبدي أرقبهم شو شباب هذا عندي هنا مثيل هذا مثيل يعني حرف الأم وهذا عندي من هنا بروبيل بروبيل حرف البي إذن الأولوية بالأبجة ديه للمثيل وصلت يا شباب إذن صار عندي مثيل بالبداية نوب إجا وراه بروبيل النوب صار عندي إيسا فيعني يا شباب لو قل لك أمطيني مثال على الميتاميرزم بالنسبة للإيزوميرزم أنت صراحة تقل لي مثل مجاميع الألكيل فرضا فرضا اللي هي تجيك السؤال يعني أنا حتى ما عارف عن طريقة السؤال بالنسبة لهذا الموضوع هم مشكلة هي فالأفضل أنت تتحفظون الأمثلة اللي عليهم يعني مثل أنا عندي أنا الميتاميرزم عند الإيثر سواء من أنا متناظر أو غير متناظر وهكذا أتمنى تكون الصورة واضحة راح ناخذ النوع الثاني الستيرو آيزو ميرزم الستيرو آيزو ميرزم شبيه هذا الستيرو آيزو ميرزم مات الذرات والقروبات بالتركيب دفرين راح يصير مختلف شون يعني مختلف؟ أنا قل لي شون مختلف راح ناخذ طبعا راح ناخذ أمثلة علي أنه عدنا نوعين من عثين اللي هو الجيوميتريكال آيزو ميرزم والأوبتيكال آيزو ميرزم يعني احتمال هذان هميجنكم أمسي كيو أو هاي فنتهم للضرورة تحفظوهم هذان شغلات تنحفظ هاي خليت الجيوميتريكال آيزو ميرزم شين هو هذة الجيوميتريكال آيزو ميرزم؟ شباب راح ناخذ مصطلح هنا عدنا مصطلحين اسمهم سس و ترانس عدنا مصطلحين اسمهم سس و ترانس انه يقول احنا عدنا متشابهين ما عدنا اي اشكال اللي هي ظاهرة في الآيزو ميرزم هي ساتة قلنا من حيث التركيب الجزائي يكون اكوتة شابه ولكن احنا يقول الـ تختلف من حيث توزيع ها قلتلكم هنا بطريقة الـ السيرنا و آيزو ميرزم راح ناخذي يختلف عدنا التوزيع ما للذرات والقروبات ما بين مجاميع الكاربو كاربون دبل بونت يعني شلون؟ انا قللك شلون؟ شوف شباب هذا وفق اي شي سميت انت سس وفق اي شي باقوا اياي باقوا اياي يا شباب دائما دائما اذا لقيته اذا شفت مركب ومجاميع الـ الـ متجاورة ها هذا متجاور وهذا متجاور متجاور نطلق عليه مصتلح سس وصف الشباب اذا متجاورين نطلق عليهم مصتلح سس بينما هذا لا هذا شون صار متقابلين شون متقابلين واحد مقابل الثاني واحد مقابل الثاني فاذا هذا احنا نسميه TRANS نسميه هاي اليش dónde هاي عالمود تأخذونا بعدين محاضرة الألكين اللي هو يعني موقع الآصرة المزدوجة الدبل بون صاير بموقع 2 فالمهم يا شباب اللي هو من بادي الترقيم واحد اثنين فاعتبر انه موقع 2 هو اثنين بيوت بصد يا شباب هاي بعدين رحنا إذن عدنا احنا تو أنواع متشابهة من القروبات ولكن تختلف طريقة الجوال بمالته تكون الجوال بمالته فيعني فيعني لو أنا أنا كان عندي القروبات مالاتي متشابهات من نفس الجانب من نفس الجانب يعني هذا 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 من نفس الجانب ديناتين من نفس الجانب فراح نطلق عليه بمصطلح سف اخت بينما إذا كانت opposite side يعني متعاكسين أو يسمونه متناظرين واحد مقابل الثاني فراح نطلق عليه بالمصطلح trans راح نطلق عليه بالمصطلح trans والأمثلة يقلك اللي عليهم cis هو نفس المركب يا شباب هذا هو نفس حسنا أنا جاي يشوف هذا نفس هذا ليش؟ لأنه فرضا بلس هيا صاعة اللي فوق صار نفسه ولأش نزله صار نفسه؟ ولكن إذا عدنا متجاورين المجامع مات الألكين هذا نطلق عليه بمصطلح cis ولكن إذا كان متقابلين نطلق عليه بمصطلح trans وصدت يا شباب واضحة الفكرة أتمنى تكون واضحة يعني إذا جاب لك مركب وقال لك مثلا نهاية شيء وكتب لك مثلا عليه trans أو شيء فأنت أو مثلا على جيومتر كالإيزو ميرزن هو عدنا هنا مصطلحين cis والترانس لأن تحفظون المهمات وإننا تصور سهلات يعني إذا كنت متجاورين هذا نطلق عليه مصطلح cis وإذا كانوا متقابلين نطلق عليه بمصطلح trans تعالوا لي لهذا تعالوا لي لهذا شوفوا لي تعالوا شوفوا لي هذا شباب هسه هذا شباب هذول هذول متجاورين وإننا إذا متجاورين نطلق عليه بمصطلح cis وصد يا شباب ليش لأن مجامع ثين من الثية إثري ثين مجامع ثين تكون يعني متجاورتين مجامع ثين من الثية إثري تكون متجاورتين وصد يعني ثين مجامع تكون على نفس الجانب على نفس الجانب يا شباب على نفس الجانب هذا نطلق عليها بمصطلح بينما هذه الحالة أريد بطل يقول لي هذولي هسه أنا جاي أشوفهم هاي الحالة شو نفس هاي ثين هتنم متقابلين شالي 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 هو جاي يقول لي opposite يعني مو نفس الجانب ليش مو نفس أحد يقدر يوضح لشون هاي يعني يطيني فد مثال أو شي مثال عليهم يا بطال عنده شوية بسكرة وحدة الأمام ووحدة الخير واحد فوق واحد جو يعني جو الحلقة وحدة فوق آه حلو أنا قللك أنا قللكم مش وقت أسه أنت أنت فرضا يقعد على كرسي يقعد على كرسي قعد رجلك وحدة ثبتها بلقاع وحدة رفحها لي فوق وحدة رفحها لي فوق فهاي يا شباب نفس الوضعية هاي رجلي أنا هاي رجلي واقفة هاي أنا رفحها لي فوق هاي مرفوعة ولكن هاي باقي بالأرض فإذن وحدة مرفوعة ووحدة صاعدة شوف يقلك وحدة من السيئة الكثري ترى هي للأعلى هاي اللي هي هاي هاي صارت للأعلى ووحدة من السيئة الكثري صارت للأسفل اللي هي هاي اللي أنت رجلك منزله بالقاع ما منصاعته هي هاي وصدت يا شباب المتقابل للثاني واحد المتقابل للثاني فإذن فعلا أنهم متعاقسين بالإجابة واضحة يا شباب هاي شباب هاي شبابنا واضح شباب تمام تمام أبطال تمام هس راح ناخذ وين ها ناخذ النوع هذا النوع شوي مزعج مزعج في يعني يقول لك أنه هنا عندنا بال Optical Isomerism Optical Isomerism شي يقول شن عندي يقول عندي 2 Compounds عندي مركبي يحتويان على نفس العدد يحتويان على نفس العدد ويحتويان على نفس العدد وعلى نفس النوع من الزرات وعلى نفس النوع من الزرات شون يعني تعال وياي تعال وياي للورقة البيضاء للورقة البيضاء للورقة البيضاء تعال وياي شباب شوف انو عندي انو عندي هذا الاليلين وانه ها هو هنا ايه شوف شباب عندي الاليلين اللي راسا راح ناخذه بالمثال الاليلين 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 هذا شباب 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 مرتبط عندي مجموعة 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 انتم CH3 وعندي منانة NH2 وعندي منانة هايدروج وعندي من هاي الصفحة هايدروج بينما عندي الاليلين راح اقدر اكتب الاليلين بهاي الصفحة الاليلين المهم الفكر انو هاد الاليلين C وهنا انا عندي CO OH H اقدر اقل لي انو هاذا الاليل راح شوان اعكس نانة انو راح اصير عندي NH يقول يعني هاذا هاذا نانة شوف هسا يقول هاذا المركب هاذا المركب لو حطيته باتجاه المرآة يعني هسا خليته باتجاه المرآة وبحيث انت تباو علهم بصورة يعني شوان اقدر اوصل لك من خلال هاي يقول يعني راح يختلف عندي المواقع يعني هاذا هو نفس نفس بس بالمرآة راح تشوف انت هيش راح تشوف هيش تخيل وياي تخيل وياي تخيل وياي شوف هاذا المركب هاذا المركب حطيته على يمن هاي يقابل المرآة شوف المرآة هاي المرآة صارت قبالة قبالة وانت منها جاي تباوع فشوف هاذا هذان الزرات اصلا من فصار المنزيج الصفحة وذرة الهايدروجين هي اصلا طالعة عليك فصار من هذه الصفحة وصد جاي توصل الفكرة يعني هنا جاي يقول انا على الصورة على المرآة تكون نوم تقول الصورة التركيب مال تسيب المرآة راح يعني يختلف يعني العفو راح ينطيني نفس نفس يعني يعني نفس يعني مثل هذا هنا اذا حطيت على المرآة راح ينعكس عندي المركب ولا هو نفس يعني هاي جاي يقول لك هنا هو ما بيشي بس هنا انا حطيت مرآة فراح تنعكس عندك الوضعية يعني راح تشوف شون يعني معكوس عندك المركب وهكذا ماتلأتي اختلفت عندنا نانا فهو نفس المهم شباب بس المعلومة واضحة يا شباب على المودة نحول على المحاضرة ما تشوف عندما فهم صراحة يعني هو هذا يعني شون اقدر افسر لك انه هاي يعني جاي لك هذا المركب لو حطيت باتجاه المرر راح تينعكس عندي الماتلأتي يعني راح تشوف انتمن وراح تشوف من الصرحة ويت يعني يا الله راب راب اللي نحول المحاضرة الوراها اذا عندك شي قل لي انا موت اي ذكي يا الله راح ناخذ يا شباب بمحاضرة نهاية راح ناخذ بمحاضرة نهاية بشي بسيط الايزوميرزم بشي بسيط اه الاخذتك الايزوميرزم بشكل وسيط الايزوميرزم بشكل بسيط يا شباب انه انا عندي مركبين عندي مركبين نفس التركيب عدهم نفس التركيب يعني انت اذا انا اكتبت لك الصيغ البنائي يا ماتي التركيب يا ماتي انت راح تشوف اصنع لا تمنسي شي بس اختلاف شوية مواقع والهو نفسي يعني اذا رأيت الكاربون والنفس الشي نفسي ولكن انت لو شفته بالواقع راح تشوف هذا وين الخواص ماتي تختلف عن هذا الخواص وصلت يعني هيش الاختلاف رايز يكون عدنا وعدنا خذينا بانواع الايزوميرزم خذينا اول بداية حسب التراكيب وقلنا عدنا السلسلة قلنا الاختلاف يكون بالايزوميرزم بالسلسلة سواء عدنا نوعين عدنا الستريت وعدنا البرانش عدنا وحدة مستقيمة وعدنا وحدة متفرعة وبعض خذينا نوع ثاني البوزيشن ايزوميرزم والمثال اللي خذينا عليه هو الكحول قلنا الكحول اللي احنا خذينا البيوتين قلنا نفسه عدي مركبين نفسه هو بيوتين بيوتين ولكن هذا طريقة ارتباط الـ OH ارتباط على الذرة الأولى فصار كحول أولي وعدنا ذاك البيوتين ارتبطت الـ OH على الذرة الثانوية مات اللي كاربون فصار كحول ثانوي فهنانا الوضع الوضعية مالة الارتباط مات في الـ OH اختلفت علينا بصد هاي بالنسبة البوزيشن ايزوميرزم بينما الفكشنال ايزوميرزم من حيث التراكيب مالفيلوهاي عدنا خذيني الالديهايد وخذيني الكيتون خذيني الالديهايد والكيتون وقلنا هما اثنين اعتم نفس الشي نفس الشي نفس الشي بس الكيتون نضيف المقطع ون والالديهايد نضيف المقطع يعني هما اثنين اعتم نفس الوضعية ولكن يعني اثنين اعتم ثلاثة كاربون واثنين بالطريقة مثل الارتباط بالدبل بونت شوان الذرة مثل الـ H ذرة مثل الـ H تختلف بالخواص تختلف بالخواص الكيميائي انا بالحقيقة اذا شكتوا انت راح تشوفها من حيث الصيغة البنائية مالتي راح تشوفها نفس الشي يعني نفس عدد الكاربونات لنفس العدد المال الـ H و الارتباطاتוס سنختلف الـ EK الـ EK تجمع الـ EK إن لها مصطلح ثاني يسمونها البرافين الألكانات هنا الأولفين الأولافينات هي مصطلح يطلق على الألكانات راح ناقض التسمية مالتها حسب الأيوباك واللي هي نفس التسمية مثل الألكانات ولكن هنا بالألكانات عدنا آثرة يسمونها دبل بونت الدبل بونت تتكون من آثرتين آثرة هاي الفوق يسمونها باي والآثرة الجوة يسمونها سيجما الآثرة الجوة يسمونها سيجما والآثرة باي تكون ضعيفة بينما الآثرة سيجما واللي هي يا شباب حسنا شوف شوف عندما ده أوضح لك أوضح لك فتشغرة إنه مثلا عندي أنا هذا المركب هذا شنو هذا؟ هذا إيثان هذا إيثان فهاي الآثرة اللي بياناتهم هاي من نوع سيجما من نوع سيجما من نوع سيجما وسيجما بالألكانات صعوبة أن تنكسر إلا تحت إذا تتذكرون تحت ظروف خاصة كلش وتصليق طاطة عالية فإذا هنا عندنا السيجما إحنا قوية السيجما مالتنا قوية اللي هي هاي الدبل بونت يا شباب جتركها تتكون من السيجما وتتكون من باي والبي ضعيفة والاسيجما، قوية فإذا هاي الباي يعني مرات تنكسر عندنا الباي. الباي مرات عدنا تنكسر argument. تعرفون إنتم لماذا العديد لها تفاعلات وتحضيرات؟ filling In the affected, and why تحظيرها بعدها تحضيرات الألكانات عديتها بالتيوم، لأنها تنكسر وبس صعوبة üzerat part of the partial twoalis x سوف نأخذ الالكانات الالكانات سوف نأخذهم طبعا قلنا قال لهم اسم ثاني اسم ثاني قلنا اللي هي الأولا فين محمد المنتظر موجود محمد المنتظر تمام تمام محمد المنتظر موجود المهم يا شباب قلنا الالكينات 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 يا شباب الالكينات قلنا لها مصطلح تاني يسمونها الأولافينات وتكون غير مشبعة الالكينات تكون غير مشبعة بينما الالكينات كانت عندنا مشبعة وبالتالي من كانت مشبعة بعد صعوبة انه تتفاعل صعوبة انه مثلا تنكسر الاصرة مالتها لان هي مشبعة بشكل جدا عالي بينما هناني هاي تفاعلات انساتشوريتد يعني غير مستقرة غير مشبعة غير مستقرة غير مشبعة واللي هي من نوع الالكينات يعني هو هم أيضا الالكينات من المركبات اللي تحويننا على هايدروجين وتحويننا على كاربون ويكون كونتين كاربون كاربون يقول والاتصال ما بين كاربون كاربون تحوي على دابل بونج دابل بون يعني شنو دابل بونج يعني هاي الاصرة الدابل بونج هاي الاصرة دابل بونج واللي هي قلنا هاي تتكون من باي وتتكون من سيقما وطبعا سرح ناخر التسمية لدينا اختيار على التداريش اختيارنا شباب بالنسبة للألكنات التهجين مالته من نوع SB2 يعني احتمال جيك هذا M-Secure احتمال يقول لك الألكنات شباب التهجين مالته ال-hyperization شنو التهجين مالته التهجين مالتها هو SB2 فرض انجاب لك SB DSB2 SB3 انت راح تقول لها لا التهجين مالتها SB2 خوش وقلت لك انا مساعد قلت لك قلت لك الدبل بوند مالتنا هاي الدبل بوند يا شباب هاي الدبل بوند هاي الدبل بوند تحتوي يا شباب على نوع واحدة من الواصر اسمها سيقما واحدة من الواصر اسمها باي باي بوند يعني آثرة سيقما وعدنا آثرة اسمها باي واللي هي هاي الآثرة باي واللي تكون ضعيفة سهولة كسرها سهولة الكسر مالته وعدنا نوع ثاني اللي اسمها سيقما بالنسبة للقانون العام ما تلأ الكينات ما تلأ الكينات اللي هو CNH2N طبعا القانون العام كان اذا تذكرون ما تلأ الكينات CNH2N بلاس بلاس 2 ويا هي تذكر للن إذ كانت الن كانت أكبر أو تساوي واحد أكبر أو تساوي واحد بالسايكلو خذينا السايكلو CNH2 هذا السايكلو ما لعلاقة بالسايكلو أنا بالنسبة للالكينات شباب ليش ليش أنا أريد أسأل أريد أسأل سؤال وأريد واحد بطل يجاوبني ليش هنا الN أكبر أو يساوي واحد وهنا شرط علي أنه الN لازم من الثنيين وانت صار الN لازم من الثنيين شو نوع ليش يعني لازم يعني هو جاي يقول لك نا لازم أنت الكاربون المستحيل عندك راح يكون واحد الكاربون المستحيل راح يكون عندك واحد لازم نثني لفوك يا بطل يجيلي ليش ها شباب ها شباب خليشوف إنه أحد الأبطال يقول لي أعتقد بسبب الآن لأنه لأنه لازم أكو على الآن نركني كاب عف طبعا جواب آيات هو الأدق وصحيح أكو آسرة مزوجة بس ليش ليش يعني هو طبعا آسرة مزوجة ليش لأنه أنا أقول لك ليش تعال ويا عادي 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 إذا عندي أنا سي وحدة عادي عادي إذا الأن واحد ولكن أنا هنا بالألكينات أنا مو عندي آسرة مزوجة يعني يا رب هاي الآسرة المزوجة بما تتصل هاي الآسرة مزوجة بما تتصل حسنا هنا أنا عندي هاي هنا آسرة بس نحن ما نكتفه يعني آسرة يعني اعتبار سيقما ما نكتفه بس هنا الآسرة المزوجة ولا من تتصل لازم أكو ذرة كاربون ثانية تتصل بها يا شباب لازم أكو ذرة كاربون ثانية تتصل فإذا لازم الآن من الثنين وانت صاعر ما يصير الان واحد يعني بما تتصل يعني ساي ذرة كاربون بما تتصل بالهوى ما يصير لازم بيا شباب معاس في بالضبط يعني كاربون نات نات الخاطر بها بها انت جواب صحيح عس 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 أي شباب أي شباب رح ناخذ التسمية مثل الكيناس رح ناخذ التسمية مثل الكيناس خوش طبعا التسمية مع الكيناس يقول احنا هنا خلني اطيك ملاحظات ادوين هنا يمك انت بذاكرتك طريق طرق او طريقة تسمية الكيناس هي لا تختلف عن طريقة الكيناس من حيث اختيار اطول سلسلة كاربونية والاقرب للتفرع هاي نلغيها الاقرب للتفرع الاقرب للتفرع هو هم نطبقها بالأمتنات لا بس احنا هنا عدنا عامل اساس من يمش عليها بالتسمية شنو التسمية مات من يم ابدي الترقيم رحيح اختار اطور سلسلة كاربونية بس اراعي شنو اراعي اراعي شغلة اراعي لشغلة انا يقول هنان انت من تريد تسمي من تريد تسمي لازم تختار مواقع تكون السلسلة مالتك طويلة خوش السلسلة مالتك طويلة بس لازم تراعي انها فاتفقرة جدا مهمة فاتفقرة جدا مهمة واللي هي الدبل بونت يعني احنا راح نختار اطول سلسلة كاربونية من الجهة الاقرب للدبل بحيث الاثرة تأخذ اقل ترتيم بحيث الاثرة تأخذ اقل ترتيم وصف يا شباب الاثرة مالتك تاخذ اقل ترتيم خلنا نجي فرضا الى هذا المركب مالتك هذا المركب مالتك شو راح اسمي انا شو راح اسمي انا هو يقول بنتين بنت احب واحد نية ثلاثة اربعة خلس واحد يصير يا شباب يصير يصير يا شباب وفرضا انا عندي انا فرضا راح اسمي من واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس واعتبار هاي المجموعة معوضة هذا صحيح التفنية مالتك يقول بالحال تين خطأ سواء سميت من او بديت التفنية مالتك بالحال من تين خطأ ليش بالحال تين خطأ لان انت ما رقمت من الاصرة المزدوجة ما رقمت من الاصرة المزدوجة يعني شلون يعني شو م ما رقمت من الاصرة المزدوجة يعني انت ذا تريد ترقم واحد ثانيا ثلاثة اربعة خمسة شيا يا 不是 ليش ما بديت هنا هاي أطول سلسلة خمسة أطول سلسلة عندها أنا خمسة والتي هي بالتالي بنتان بس بما أنه الكين آسرة مزدوجة استبدلن المقطع آن بالمقطع آن بالمقطع آن بالمقطع آن واضحة خليجل هذا يقول هذا يقول ليش مرقمة كاتب واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة شواء الدبل بوند هو الرحل هيعتبرتشين مجموعة معاوضة لا خطأ هذا يعني هذا مو هكسان هذا نحن هنا لازم نرقم من الدبل بوند لازم نرقم من الدبل بوند يا شباب مصدت؟ لأنه هنا عندنا الالكيناتر الترقيم مالتنا يعتمد على الدبل بوند لازم نراعيه يقول هنا عندي أنا فربا يقول يقول عندي هنا لازم الدبل بوند ماتي الدبل بوند ماتي ماتي الكاربون لازم نطيها أقل ترتيب محتمل أو ممكن أقل ترتيب ممكن يعني يا ترى يصير أرقم مننا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نفس الشي هم ستة بس ولكن أنت ترى للأسرة لازم نطيتها موقع إذا ورقمت مننا لازم نطيتها موقع أربعة طالب يسئل يقول السؤال سؤال يعني وجيه ما بيش أنا أتقبل هذا يقول يعني هاي الأسرة المزدوجة شاهية مونا صايرة ما بين أربعة وخمسة ليش انت اعتبارتها بالأربعة لماذا قلت خمسة على اعتبارها صايرة من هنا طالب هم يسئل يقول يعني ليش ما اعتبارتها أنت خمسة أنا إذا جاي شبالي يمن خمسة هاي الأسرة الخمسة يقول احنا الأسرة المزدوجة مالتني شوف لي ياها انت بين ياه كاربون وكاربون واقع هنا أنا واقع ما بين كاربون أربعة وكاربون خمسة القيمة الأقل القيمة الأقل القيمة الأقل هي اللي راح نطيها موقع للآسرة هنا أنا شبالي هنا موقع اثنين إذا أنا أقول ثنيا وعندي مركب هكسان هكسين ثنيا هكسين طبعا لازم تكتبون موقع الآسرة يا شباب قبل لا تكتبون اسم العائلة يعني اسم المركباتك هكسين 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 خرج فإذا شوان نتسمعها حتى ما قلت لنا شوان راح نرقم التلقيم هو مننا راح يبدي يا شباب زيان ليش راح يبدي مننا على اعتبار انه الأسرة المزدوجة مالتني راح تاخذ موقع اثنين راح تاخذ موقع اثنين وبالتالي هذا هو الأنسب بديت مننا راح تاخذ موقع يا موقع موقع واحد ثلاثة أربعة راح تاخذ موقع أربعة وبالتالي هذا ما يفيد فاشة أقل ترقيم بارك الله بيك علاوي هو بالضبط أقل ترقيم لازم نطي أقل ترقيم اقل ترقيم وانه يحدث نطي أقل ترقيم وانه يحدث نطي أقل ترقيم لن أذهب هنا ما يقول هنا يقول يقول أه حلو 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 يقول أنا لو كانت عندي حسا انت باوع لي هذا احسب لي كم كاربون منه واحد فرض أنا سوى حاصل أنا سوى من الجين معاكس سوى من الجين معاكس سوى من الجين معاكس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنا حسبت من هذه الجين شوف شباب سوى حسبت منها الصفحة أو من هذه الصفحة ما رح يصير عندي اختلاف براحتك 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 إذا كان هذا ليس موجود لدي الترقيم رقمت من نانة أو من نانة بكل حالتين صحيح إذا لم تكن موجودة مجموعة أثيب لماذا؟ لماذا صحيح؟ لأن المجموعة المالتين ماهو واقعة بالوسط يعني سواء حسبت مننا تاخذ موقع ثلاثة حسبت مننا تاخذ موقع ثلاثة إذا بكل الحالتين صحيح هذا في حال أن هذا ليس لدي ولكن بما أنه تساوى عندي من نانة هاي تساوى عندي هذا الطرف وهذا الطرف تساوى بسبب أن الدبل بونت واقعة بالوسط إشلون راح أبدأ أرقم يقول إهنانة راح نعتمد على المجاميع المعوضة راح نبدأ الترقيم من الجهة الأقرب للتفرع على اعتبار أنه الآثرة واقعة بأنه سواء رقمت منها ما راح يأثر أو منها ما راح يأثر فإننا راح الرقم مننا هذا الصحيح يا شباب مننا الترقيم ليش؟ حتى نطي لبراج مالتنا أقل ترقيم نطيه 200 مثيل ولا تنسون يا شباب أنه تكتبون موقع الآثرة وين صاير موقع الآثرة مالتنا وين صاير صاير موقع ثلاثة وبالتالي المركب مالتنا ستة وبالتالي هو هكسي ها تمام يا الله خلنا نجي خلنا نجي خلنا نجي خلنا نجي أسه هنا شنو هنا يقول يقول مرات أنا عندي حالات مو خاصة يعني بس إنما حالات نادرة تحصل أنه يقول عندي مرات أنا هنا دبل بون عندي هنا آثرة مزدوجة وهنا عندي آثرة مزدوجة هنا عندي أسهل نجي لهذا المثال بعد فهنا يا شباب لو أنا رقمت مننا لو رقمت مننا صح وإذا رقمت مننا هم صح ها يف أنا قلت لي اه هنا عندي اه وهنا منهم واحد اه وبالتالي الآثرة راح تاخد لفت الترفي على يعني هنا عندي الواحد اه اثنين ثلاثة اربعة خمسة شوف شوف للآثرة اخذت هنا موقع واحد وهنا ما أخذ موقع واحد إذا بديت منها وهنا اخذت موقع موقع و هناك موقع 4 فكل الحالتين سواء رقبت منها أو منها صحيح فهنا عندنا يقول عندنا مطلحات 2 يقول لو كان أنا عندي فرست العفو شون فرست لو كان أنا عندي 2 من الدبل بوند لو أنا استخدمت عندي 2 من الدبل بوند يعني هناك 2 بوند واحد وهناه دبل بوند واحد يعني عندي ثنيا يعني ثنائي و إذا ثنائي نطلق عليه المصطلح داين نضع المصطلح بالنهاية هذا خمس درات هو بنتان ولكن هو ألتين ضفنا للمقطعين وبما أنه يحتوي على 2 دبل بوند حطينا المقطع داين فإذا هو اسمه بنتا داين بنتا داين ليش؟ لأن بثنين أواصر مزدوتي بثنين أواصر مزدوتي فنقول إحنا نحط مصطلح داين إذا كان يحتوي على 200 دبل بوند ونطلق عليه مصطلح تراين إذا كان يحتوي على ثلاثة دبل بوند وتترا تتراين إذا كان يحتوي على أربعة من الدبل بوند يحتوي على اليمن على ثلاثة دبل بوند هذا واحد وهذا ثلاثة يحتوي على ثلاثة وبالتالي وبالتالي والترقين بدأ مننا لأنه إذا بدأ مننا خاطئ ليش مننا خاطئ؟ ثلاثة واحد ثلاثة أربعة خمس شوف للآثرة المزدوجة يا موقع أخذت وأثنين هنا أنا أثنين أخذت والثاني يا موقع أخذت موقع أربعة زين يا ترى تاخذ موقع واحد وثلاثة صاح له اثنين وأربعة أكيد هذا أقل ترقين فإذا الترقين ما لسنا مننا يبدي وهذا شنو هذا خمسة إذا هو بنتا وبما أنه يحتوي على ثلاثة أواصل مزدوجة إذا هو داين وحطينا المقطع اين على اعتبار أنه هو الكين الصور واضحا اللي هنا أنا شباب أحد عنده مشكلة عامود ما نتوسع أكثر وأنت ما فاهم عامود ما أقدر أطوب لك المواضيع بعد وأنت ما فاهم لي هاي الوضعية أنا إن شاء الله أمل بيكم كبير جداً إن شاء الله تبيضون بس عيد آخر شيء أنا خادم إليك أنا خادم إليك هو أنا أهم شيء أنه عندي أنت تفهم في شفائ 우리 هاي أعيد لك إياه لا ماله الحلقة من أنت الحلقة؟ وين الحلقة؟ يا حلقة يا حلقة إلا ذا أمه غصة حالية والأجل طين اسم الموضوع اسم الموضوع ها عبالي شرحته أصيح بيك هس اي شباب السايكلو الكن احنا قدينا سايكلو الكن وراح ناخذنا سايكلو الكن اي شنو المشكلة يعني الكنات حلقية الكنات حلقية يقول نفس التسمية مالتين تكون متشابهة متشابهة بالطريقة مال بين السايكلو الكنات اللي خذيناها ولكن هنا بالسايكلو الكن انه لازم الراعة الدبل بون واللي بين ذرات الكاربون حيث نطيها رقم واحد ورقم اثنيا عن البدائل فيقول يقول هنا السايكلو الكن نسوي نفس الطرق ماتي التسمية مال السايكلو الكنات اللي خليناها صادقة ولكن هنا يقول لازم نطي للآفرة الدبل بون اقل الترقيم حسا هنا نتعال وياي اريدك شوية هنا تركيز تركيز شوية تركيز هنا تركيز شوية طا وياي شباب اللون الاخضر شوية ناصر يسر الناظرين تعال وياي شباب حسا انا يقول لي هاي الطريقة صحيحة وهاي يقول لي الطريقة خاطئ نطي طريقة خاطئ ليش هاي صحيحة وليش هاي خاطئ انا يقول لك ليش انو احنا اذا نريد نسمي مركب اذا نريد نسمي مركب انو نأخذ نطيل المعوض مالتنا اقل ترقي اقل ترقي وبالتالي الساقه طالب يسأل يقوليش ما قلت واحد اثنين واحد اثنين شو هاي呢 هاي انت الآثرة هاي من هاي الصفحة عفيتها انتي عفيتها انا مو قلنا نلعا الآثرة مالتنا تتراوح ما بين عدديا فاذا مننا الآثرة مال تبدي أنا ما يصير اتركي منها فاذا انت مثل هاذا مثلا مثلا منانة اذا تبدي منانة ترقي مالتك واحد منها لازم تبدي اثنين منها لازم ثلاثة وبالتالي هذا راح يصير رقم ماله وين راح يصير رقم خمسة رقم خمسة وبالتالي انه هنا انا افضل طريقة انه للتسمية مالت هذه نبدأ من هنا واحد ثمين ثلاثة ليش لان المثيل يأخذ اقل ترقيم بالسايكلو نعتبر الترقيم مالتنا دائما يبدأ من الآثرة يبدأ من الآثرة مالتنا فاذا ثلاثة مثيل والمركب مالتنا هو شكل حلقي على شكل ريند حلقة وبالتالي هو اسمه سايكلو وبما انه هو هكسان يحتوي على ستة هاي واحد هاي ثنين هاي ثلاثة هاي اربعة هاي خمسة هاي ستة هو هكسان وبما انه الكين هكسين صار اسمه. رس chant هاي التسمية خاطئة ليش خاطئة لان بدأ من نانة ترقيم مالتنا فتر ملنا ملنا فتر وتر هاي خاطئ ليش انت اطيت المعوض رقم ستة وانا اقدر اطلي رقم ثلاثة انت ليش تترقيم اعلى انا اقدر اط لي اقل ترقيم فإذا هاي التسمية منها خاطئ أصدت يا شباب خلنجل هنا جين هسه هاذ شنو؟ هاذ شنو؟ جين يا ربي أنا ليش سميت منها؟ يعني هاذه صحيح وهذا خاطئ هاذ خاطئ شنو ليش؟ شوف شباب هسه فرضا هم بس نوع جان ها ها يقول الآن أسه هنا خلنا 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 على سبيل الفرض ها هنا اجعله بعض وهم كاتب لي هنا خلني أحسن شي أروح للورقة البيضاء أروح للورقة بشكاتب أنها بتشارج هاي الحالة المراعي الدبل بونت عفية لأن المراعي المعوض همويان عفية بالضبط دكتورة بالضبط هسه راح أجي أنا هسه أبسطتكم بالطريقة ما على هذان شنو يعني والهو على اليمن والهو على اليمن هو بعد موضحها وموضحها بالصور موضحها موضحها بعد أكثر من انت إن حنا لك بدنا من انا ليش بدنا من انا أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر أنا أقدر أنا أمشي على هالطريقة وأنطي من انا واحد هذا واحد ثنيا ثلاثة بينما أنا ليس طيب أطهدت للCH3 موقع ثنياً أطهدتها موقع ثنياً وأطهدتها موقع ثلاثة مو مشكلة ليش؟ أنا جاي أشوفها أنا صحيح مو مشكلة بينما هذا 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 شبيه؟ هذا إنه أنا يقول أقدر أقدر للCH3 أنطيها بعد أقل ثرقين كل شيء أطهدتها موقع واحد اللي أنا رقمت الآسرة المزدوجة مالت 8 منا رقمت 8 منا صار واحد وبالتالي CH3 خد رقم واحد وفترت عندي الحلقة وصار عندي الثيئة ذاكية 5 فإذن يا أحسن ترقيم عندي هذا لهذا أكيد هذا لأن هذا أقل ترقيم لأنه عندي رقم واحد ماخر أقل واحد ترقيم ماخر فقصت يا شباب إنه هذا خاطئ لأنه أنت أنا أقدر أن تلثيئة الترقيم أقل من هذا إذا بدأت أنت مننا إذا بدأت أنت مننا فقصت فإننا أقدر أن AstraZone موقع واحد على اعتبار مننا بدأت الترقيم ما للدبالبون وفترت الحلقة مننا واضح إن شاء الله وبالتالي صار عندي موقع واحد وموقع خمسة عندي إثناناتهم مثيل فصار عندي باي مثيل والمركب هو على شكل حلقة وبما أنه خمس ذرات إذن هو بنتين فأصور واضح شقول واضح تمام يقول هنا تفاعلات الاستبدال سبستيوسين سبستيوسين مهم الفقر يقول هنا مرات السيد الكناتي شباب إذا يومين عدني كان حاضر بالمحاضرة الفاتت ما للألكانات واليوم قلت لكم أنه الألكانات مرات مرات إحنا بالألكانات مرات أساق بالألكانات ما نأخذ قبل مثل سايكلو مرات ترتبط بي مجموعة معوضة مجموعة معوضة راح تصير عندي هاي المجموعة هي السلسلة الأصلية وهذا السايكلو كل السايكلو راح يصير عندي شلو هذا المعوض يذكر بشرح هاي المادة اللي شرحت أنا من الساعص العصر سبحت هاي يعني اللي كان موجود آه حلو ندعك الحال عافية الحالة الخاصة عافية الحالة الخاصة هنا نفس الوضعية يا شباب هنا نفس الوضعية إنه يقل لي هنا هم مرات مرات يصير عندي هنا حالات خاصة شون حتى تعيشوا إنه كم ذربت كاربون عندي واحد اثنيين بينما هذا هذا لا أكثر فإذن صار عندي آنس سلسلة مالتي السايكلو هو المركب مالتي الأصلي بينما هذا هذا صار عندي معوض هذا صار عندي معوض خوش طبعا شوف شباب عندنا عندنا CH CH3 CH3 آثرة CH3 هذا نحن بيش صحيح جيد بالوحد يا رب كونوا اللحظ إذا أخذكم التفاعلات مال ميكانزم وإشاءالات اي CH3 بCH3 هذا نسميه A3 بينما إذا A3 مالتنا فقد صار CH3 CH2 صار اسمه أثيل صار اسمه أثيل صار اسمه أثيل واللي وعدنا بعد واحد مركب اللي هو CH CH2 عفوا آثرة مجدوجة CH2 هذا نسميه أثيل هو أثيل ومو أثيل هو أثيل بس آثرة مجدوجة صار اسمه أثيلين أثيلين بينما هذا المركب فاقد ذرة H فاقد ذرة H وحده صار CH double bond O CH2 واللي هو اسمه أثين أثينيال أثينيال اسمه أثينيال أثينيال يختلف يختلف عن هذن يختلف عن هذن اسمه أثينيال بينما إلي اسم ثاني فينال إلي اسم ثاني فينال عفوا فينال إلي اسم ثاني فأقدر أقول الآن إذا أريد أسمي هذه المركب مات سأقلنا ماذا هذا مجموعة معاوضة وهذه مالتنا هذه الحلقة هي السلسلة الأصلية مالتنا وقلنا هذا المركب اسمه أثينيال وهو حالة خاصة يعني ونبال يمكن الحالات خاصة وإلي اسمه فينال إلي اسم ثاني فهذا الفينال هو معاوض فإذا نحط اسمه بالبداية فينال سايكلو هكسان لماذا سايكلو هكسان لأن هو على شكل حلقة سايكلو وهكسان طبعا هستيطال يسأل يقول شين هكسان شانت تجاي تقول الكان لماذا لم تقلت هكسين ليش ما قلت هكسين شباب ليش ما قلت هكسين شحن ليش ما قلنا هكسين شحن موجاين ناخذ الكنا ما ما كو أثر عفية عفية بالضبط هنا ما عندنا آثرة مسأل هنا آثرة سواء هنا مثلا هكسين ما عندنا آثرة وبالتالي احنا سمي هكسين تمام خلن نجل هذي المركض هذا طبعا مبين ذاك هو انه هذا معوض مبين ذاك وهذا بثلاث كاربونات وهذا بأكثر بخمسة أصور بستة هم هكسين هم هم ستة خلش ما كو لاب مضبوط مضبوط أبطال والله أبطال شوف سباب هنا عندنا هذا صار معوض وهذا عندنا صار عندنا السلسلة مالتنا الأصلية هذا معوض فشوف لي طبعا هاي السنين هاي السنين راح تخربط تخربط لين هو شنو هاي السنين يقصد شنو يقصد بها السنين مولا بس كمعرفة معرفة أنه هنا كانت عندنا هاي السنين هاي السنين من يجتنا هاي السنين يجتنا هاي السنين يا شباب هاي ستعرف من يجت أنه هذا عندي البروبانيل المالتي ارتبط بالكاربون هاي الكاربون مالت ارتبطت فهي صارت عندنا أخذت رقم واحد لأن الاتصال ما يتصارك به رقم واحد وهذا موقع اثنين بما أن الاتصال مالت على موقع اثنين حطينا اثنين بروبيل أو الاسم ثاني هذي يسمونه اسم ثاني فإذا هذا المجموعة بينما هذا مثلين وكل هاي حالات خاصة مشكلة حتى ما تجي فهذا اسم مثل مثلين سايكل هكسان ليش لأن هنا لدينا مجموعة مثيل مجموعة مثيل هاي مجموعة مثيل مجموعة مثيل المثيل كنا نعرف انه هذي بس هنا لدينا صار عدنا double bond انحففة H وحدة فصار H2 صار CH2 وبالتالي تغير الاسم مثل ما هذا تغير مستعد راودكم مثل هو A ثان صار أثيل صار أثيلين وصار باسمه أثيلين اللي هو هذا نحففة بعد H من فهذا نفس الحالة بالميثان هذا اسمه ميثان هذا من يفت بذرة هيدروجين يصير اسمه مثيلين مثيلين مثيل يعني نفس الاسم السابق اسمه مثيل وحطينا لمال double bond اللي ممات الالكين المقطع ين مثيل يا شباب فصار مثيلين سايكلو هيكسا خلنا نجي ال high خلنا نجي ال high يقول عندي فرضا الاسم المزدوجة الاسم المزدوجة هذا ما يسمون نحن لدينا المركب انا مستعد قلت لكم انه هذا المركب CH2 هسه مو هذا CH3 فرضا CH3 العفو بفن وضحه اكثر 5 3 5 5 5 هسه هنا عندي أنا CH3 هنا عندي CH3 وهنا عندي CH3 وهنا عندي أنا CH2 وهنا عندي أنا CH2 اعصر المزدوجة CH2 هذا يا شباب يسمون ايثان هذا يا شباب يسمون ايثان واللي هو الكام بينما هذا فقد ذرة H1 فصار عندنا هنانا الكيل واللي هو اسمه اثيل الكيل يعني اثيل الوزن الكيل بينما هذا هو اثيل يا شباب اثيل بس انفقدت ذرة H انفقدت عنده ذرة اه فقدت عنده ذرة H1 لانه كانت آثرة وحدة آثرة وحدة هذه الآثرة ما لدينا سابقا بس انفقدت ذرة H صارت عندنا آثرة مزدوجة وبالتالي صار اسمه مو اثيل اثيل هذا هو اثيل اثيل بس ما دام صار بي آثرة مزدوجة صار اسمه اثيلين واللي هو اسمه اثيلين هذا هو الاثيلين واللي هو شباب طبعا كما عندما تخبرت هذا комп اими اخذ بربان بس بآثرة مزدوجة فصار اسمه بروبيل طبعا هاي التسمية راح كلش تزعجك وما ليخلق آنا سأجادلك بيه هاي مادة الايزو مادة الايزو انت راح تقللي شون ايزو و شون هاي فما ريد ادوخك بيه هاي انت خليك على الوضعية السابقة مادة الايزو اللي قلتك بيها وما الايزو واني طبعا شون الفرق بين البروبيل و البروبيل انه هو طبعا شوف هاي سادي هو احنا كاسم مالتنا هو هذا احنا نسميه هو هذا السادي هذا المركب مالتنا هو بالاصل شنه هو CH3 نفس الاسم ترى ايا نفس الاسم CH2 CH2 هذا شنه اسمه هذا اسمه برو برو بايل برو بايل يعني فاقت ذرة H وبما انه صارت عدنى آثرة مزدوجة ضفن المقطعين جاي يقلك هاي واحدة من التسميات مالتك هاي واحدة من التسميات مالتك بينما اذا انت تريد ترجع للصديق اذا تريد ترجع للصديق كم كاربون عندك واحدة ثنيا ثلاثة واحدة ثنيا ثلاثة حوش واحدة ثنيا ثلاثة يعني هذا برو بان وبما انه الكين ضفنا للمقطعين بدون ما ضفنا للمقطع مال الالكين فهو جاي يقلك الى تسميه هاي وتسميه ثاني وضحت فهو جاي يقلك الى تسميه مذل ما هذا المركب الى تسميه حلو حلو حسن هذي قنات او مركب علاقة ايه حسن نجيل هنا انا نجيل هنا هاد المركب الى تسميه اه ايه برو بان انه باعوا يانا يا شباب انه أدينا موجبا فشو صار عدي برو بان لان اعتبار عنا اعتبارت يا خب ما يصير ارقم واحدة اتنين ثلاثة وحو في ال الاست الأسرة المزوجة او اقدر رقم لو هايتي لو اقدر ارقم هايتي اعد المهم الترقيل المال 2 يصير من هؤلاء مجموعة معاوضة إذن 1 2 3 وهذا صار عندي أنا مجموعة معاوضة زيان المجموعة المعاوضة السهنانة موقع كاربون رقم 2 ما عندي اتصال؟ 3 4 فصار 2 مثيل طبعا هو المفروض يكتبه 2 2 مثيل أنا أريدكم دائما أنه تبين لولي الموقع مال الأسرة واحد مثيل خط واحد واحد موقع الأسرة المزدوجة يا شباب برو باين برو باين دائما بيلوني الموقع مال الأسرة دعنا نجلي هنا سواء 1 2 3 4 سواء رقمت من نانة في هذا الاتجاه أو رقمت في هذا الاتجاه ماكو أي فرق ماكو أي فرق اب معPL لونكواbai فرق لموك سواء رقم فرق هويأ كيتم فرق ماي ملاك فرق لا أريدكم فرق استمرت you وانا كفرد ضع ويال احنا قلنا اذا متنا احنا فردا واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة احنا شباب احنا فردا انا رقمت مننا خلنا نجي للترقيم الآثرة المزدوجة خلت ترقيم خلت ترقيم واحد وهي خلت ترقيم ثلاثة بينما بهذا الاتجاه اجدت خلت عدنا نهم واحد وخلت عدنا بموقع ثلاثة موقع ثلاثة ماذا الفرق هذا نفس الشي سواء رقمت منها او منها صحي ماذا الفرق؟ بس انا اقول لك شين الفرق؟ انه هنا مجموعة معوضة اذا حسبت منها واحد ثلاثة راح تطي موقع ثلاثة انت بينما انت تقدر تقول واحد ثلاثة وتقدر تطي موقع ثلاثة فمنه الافضل موقع ثلاثة موقع ثلاثة واحد ثلاثة موقع ثلاثة 223 واماكن بيوتا بيوتا داين بيوتا داين ليش داين ليش شباب داين لأن عدنا ثمين ثمين من الأواصر ثمين من الأواصر الدبل بوت ثمين من الأواصر الدبل بوت أتمنى تكون واضح أحسن هذا ما يجي بالامتحان وإذا أجعد لا تأخذون المجموعة لازم تأخذ عافية عافية أمسكيه أعطيكم التسمية تجي عادية عادية تجي يبطيكم المركب فوق يبطيكم التسمية مات عافية يعني ما يجي بالامتحان ما وصلت الفكرة يعني والله عافية إذا ما وصلنا يقول لي لعلم وضع أكثر شاب السهواء أسماء دخل لا هاي طبعا ديك الأسماء ديك الأسماء مشرطة تحفظونا يا شباب ديك الأسماء ترى هو لو يطيك اختيارات بالسؤال ويطيك إياهين هني شباب مطالبين حسب حسب التسمية الشائعة يعني ديك أنا أخدمتك بها هي كلها زلاطة بشيني يرادلني شوية عوفي الأكل بها رح ناخذ البيزيائية رح ناخذ الخواص الفيزيائية مالات الالكينات مالات الالكينات بشكل متعمق بهم يا شباب عالي يعني تزداد تزداد وإذا ازدادت درجات الانصهار ودرجات الغليان شراح يرافقه زيادة بيمن راح يرافقه زيادة بيمن يا شباب القوة بين الجزيئات عفية انتر موليكيولار فورس انتر موليكيولار فورس بينما بالالكانات كانت عندنا السلسلة كانت عندنا السلسلة زيادة المساحة كانت عندنا بالبرانش قبل منخذين بالالكانات قلنا اذا متفرع راح تتقل عندي المولتينج بوينت والبولينج بوينت ليش تتقل يا شباب ليش تتل يا العروس بسبب زيادة بسبب زيادة المساحة السطحية عفية اللوت زيادة المساحة السطحية فبالتالي اذا زادت المساحة السطحية راح تتل القوة بين الجزيئات الانتر موليكيولار فورس وصد يا شباب هي هاي الفكرة وما بيه فاني يعني تقدر تقول العلاقة عكسية ما بين ما بين السلسلة الستريت وما بين السلسلة البرانش ما بين السلسلة المستقيمة والمتفرع هنا انا جاي يقول عندي يقول انا عندي درجات البولينج بوينت درجات الغليان منخفضة بالالكينات منخفضة بالالكينات يعني انا جاي يقولني احنا قلنا بالالكينات الالكينات يا شباب مشبعة الالكينات مالتني كانت ساتوريت ساتوريت السلسلة بطوني مجال طبعا شباب قبل لا اوصل الموضوع الميكانيزم وهي الشغلات راح اطيك شوية ريس راح اطيك مش تقولون شوية ريس يعني ما يصير يعني جرة وحدة ساعة ونص ما الصور يصير هذا منافل لحقوق الانسان ها شباب اطيك شوية ريس اي اه سبع انا عارف ايش تردون تردون شخ بطون يالله يالله اطيك شوية يالله يالله اطيك انا راح اعوف المحاببة امان له لي الشغل يعني البيت اغفهم مفتوحان البيت اطيك اطيك نعم شوية راح اصح من حول يالله ايش ايش ألغيه. يلا اخذوا راحة كمان ايشة شوية وايج. الخواص الفيزيائية مالة الالكينات يا شباب يقول احنا قلنا احنا بالالكانات يا شباب بالالكانات شبه الالكانات كانت مشبعة الالكانات مالتنا كانت مشمعة وتمتلك درجات غليان بما انها مشبعة فبالتالي انها تمتلك درجات غليان عالية وانصهارها كذلك كانت عالية بينما هنا الالكينات بما انه هي غير مشبعة غير مشبعة فبالذلك راح تكون درجات الغليان مالتها شبهة تكون واطعة يعني قليلة او منخفضة درجات الغليان مالتها منخفضة يعني كلما يعني شنو يعني شنو يغسل يعني منخفضة يعني كلما نزيد يعني كلما نزيد احنا بعدد ذرات الكاربون راح تزداد عندنا الماس الكتلة راح تزداد عندنا الكتلة يعني شباب شباب احنا زي احنا مثلا عندنا مركب احنا نزيد بعدد الكاربون مالتي نزيد بعدد الكاربون مالتي فهسا انا عندي هنا انا شي يقول يعني كلما اه قلت البولنج بوينت خلت البولنج بوينت وين البولنج بوينت خلت عندي انا بالالكينات فيقول انا عندي لو زادت لو زادت يعني لو زادت عندي الكتلة يعني اذا زيدت انا اذا زيدت انا عدد ذرات الكاربون يعني الكتلة مات الكاربون شنو راح يزداد عندي راح تزداد عندي البولنج بوينت بسطة يعني البولنج بوينت هي منخفضة بالالكينات ايه تمام بس يقول لو احنا ازدادت عندنا الكتلة راح تزداد عندنا البولنج بويت بالالكينات قصت فهنا ريش يقول نفس الوضعية احنا قلنا بالالكينات المتفرعة تكون مش بيه هناك طبعا بالالكينات قلنا المتفرعة تمتلك درجات غليان واطئة بشبه بزيادة المساحة السطحية هنا نفس الحالة بالالكينات اذا عندنا برانشات راح تقل عندي درجات الغليات راح تقل عندي درجات الغليات ويقل ان هنا تكون غير ذائبة بالماء يعني الالكينات تكون غير ذائبة بالماء هناش يقول 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 ركزولي بهاي الملاحظة هاي ملاحظة جدا مهمة جدا مهمة يقول الالكينات الالكينات يا شباب بتكون مور ركتب ذان الالكينات يعني تكون الالكينات هاي مهمة هاي مهمة بقد يجيك منها انسي كيو مهمة يقول الالكينات اكثر فاعلية او تفاعلية من الالكينات اكثر تفاعلية من الالكينات ليش ليش اكثر تفاعليا من الالكينات بكووز يعني يقول اكثر فاعلية من الالكينات لأن احنا كلما كان المركب مستقر الجدا但 احنا كلما كان بدنا المركب مستقر لأن الالكينات الالكينات مهلتن كانت سات شريت المشبعة فإذن المركبات المستقرة يا شباب المركبات المستقرة المركبات المستقرة تكون الفاعلية مالتها تكون الفاعلية مالتها أقل المركبات المستقرة بينما أنا أعدي الألقينات مركبات غير مستقرة لأن هي أنصة شريت غير مشبعة غير مشبعة فبذلك إذا كانت غير مشبعة فتكون الفاعلية مالتها اكثر اكثر مصدت ليش اكثر بما ان الالكانات ويقول عندنا هنا الالكينات يا شباب تحتوي على دبل بونت يعني تحتوي على دبل بونت شنو يعني ليه دبل بونت انا اقول لك هل صحيح احنا ستجدت لكم هاي اصرة عندي وهي اصرة هاي اصرة يسمونها باي اصرة باي وهي الاصرة يسمونها سيجما بوش هاي الاصرة باي ضعيفة يعني سهولة انكسارها هاي سهولة انكسارها تنكسر فايقول احنا كون راح يصير عندنا تفاعل بالالكينات ليش شون راح يصير عندنا شون دirty بي مور اي اه شون درت بي اكثر فاعلية يقول لي ان هو دبل بونت قريقة يخوش دبل بونت بس يحتوي على وحدة اسمها سيجما ويحتوي على وحدة اسمها باي وقدت لكم الباي تكون ضعيف الباي وبالتالي سهولة تكسر وبالتالي سهولة تكسر الاصرة باي ثم راح يقدينيه الى التفاعل راح يصير عندنا تفاعلات راح تصير عندنا تفاعلات فاعلات بينما تكون عندنا السيجما بونت مرتبطة لارتباط وثيق مرتبطة بارتباط قوي يعني ما 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 تنكسر عندنا بس عدنا حالة وحدة خاصة راح ناخدها بعديين راح تنكسر عندنا الاواصر اثنين اثنين السيجما والباي عندما نضيف حامض بالنسبة لبرمنغينات البوتاسيوم هسا هنا انا لقيت عندي سيجما وعندي هنا باي قلنا الباي يا شباب هسا احنا كملخص اللي ها هنا حتش مالتني قلنا احنا البولنغ بوينت منخفضة بالالكينات ولكن لو ازدادت عندي الكتلة يعني كلما زيدت عدد الذرات مات المركب راح تزداد عندي البولنغ بوينت بينما هنا جاي يقولي انا البرانشات الالكينات اللي تكون على شكل برانش المتفرعة الالكينات المتفرعة تمتلك بولنغ بوينت بشكل منخفض درجات منخفضة جدا من البولنغ بوينت من درجات الغليات وتكون انسوليوبل بالووتا غير ذائبة وتكون اكثر فاعلية وتكون اكثر فاعلية من الالكينات من الالكينات العفو ليش اكثر فاعلية لان هي عدها آسرة راح تتفاعل الآسرة باي راح تنكسر يا شباب الآسرة باي راح تنكسر راح تنكسر الآسرة باي واللي هي راح تسوينا التفاعلات فتكون هي الالكينات اكثر فاعلية بينما يقولك هاي الآسرة سيغما فتكون مرتبطة ارتباط وطيق وصعوبة يعني الكسر باي إذا ملا 했던 funcion، بونها يقول يقول شباب الآسرة بوند الآسرة الديبل بوند بوند فيها الكترونات وين موجودة؟. موجودة بالآسرة double بوند وحصرا موجودة بالآآ بالآآ kontrolli Bfa believedablo بالآآ Inser stone Bfaay. يبقى هاي untuk menggunakan放 WAS Sei беспаковana terakhir راح شبيه راح تنكسر عدني وراح تنكسر عدني ياه اللي راح تنكسر عدني الآصرة بايه مراح تنكسر عدني آآآ مصلاح فصلاح ينبق لنا هم زي نقفل اله منتين ينبق شغال اطتعنا كتبوو ان هده بسوتانة ينبق لان الكهرباء طفت ونعم زي نحن نمسوينا الراوتر على هاد واناك ظاهرو هم فصلاح فصلاح هذه لنبق انا ايه ايه شباب يقول تعتبر الكانات تعتبر hiçbir عفو ارسل دعوه بطحك اي اكتر عدنا الكترونات عدنا احنا شنين عدنا الترونات هاي الالكترونات ينموجودة عدنا ايوي من الدبل البوند موجودة عندنا بالآثرة باي من الدبل بونت وقلنا الآثرة باي شبهة يا شباب راح تنكسر راح تنكسر الآثرة باي راح تنكسر تنكسر خوش والآثرة باي من راح تنكسر راح شبهة شو صير الصير كمصدر للألكترونات كمصدر للألكترونز راح تصير عندنا هاي الآثرة باي شنو قاعدة الويص شنو قاعدة الويص منه اللي يعرف قاعدة الويص شنو مرخلها بالسالس شنو قاعدة الويص بشكل يعني يخدمنا يعني حسب هذا الشرح مالتني يعني تطيني ملخص الهفد بسيط يعني قاعدة لويس شنو قاعدة لويس ها شباب قاعدة لويس يقول قاعدة لويس للحامض نو للقاعدة اهنا كاتب لي لويس بيس لويس بيس قاعدة لويس انا اريد للقاعدة لا انا لا 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 بصورة بصورة قاعدة لويس شنو يا قاعدة لويس شباب خلوا المادة اللي تستقبل الالكترونة بعد قاعدة لويس اعتها زوج الالكتروني ممكن تتبرى به بعد 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 شباب طبعا انا سأكون واحد بيك او هذا الجواب الصحيح ها شباب اه ها يقول لويس انه قاعدة شي يقول لويس انه قاعدة هي المادة اللتي تستقبلك وتصبح اكثر استقراري يمكنك اخدان او كسابك او هذا حجي هذا حجي فضل ها قاعدة لويس جماعة فضل تمتلك اوربيتال فارغ يستقبل زوج اكتروني فاذن شباب قاعدة لويس هي بالاصل قاعدة لويس هي اصلها حامض فاذا شلو تستقبل الالكترون شلو تستقبل الالكترونات تعتبر قاعدة لويس كمصدر الالكترونات تحرر الالكترونات قاعدة لويس هي المادة التي تعطي الألكترون هي المادة التي تحرر الألكترون طلع الملزمة طلح 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 المادة عادة يعني ما جايحك لك حشي يعني جابي من جيب لويس بايس هي المادة التي قاعدة لويس هي المادة التي تعتبر كمصدر للألكترونات تطلق الألكترونات تحرر الألكترونات قاعدة يا شباب فهناس جاي يقل لي جاي يقل commandedяла Bou 왜냐하면 انا جاي قل لك هنا Lawrence الكيس الآثر اي من راح تنكسر راح تسوي لي راح تصير راح تصير كمصدر راح تصير عندي كمصدر الألكترونات واللي هي يسمونها الويس بايس ما هو هو كمصدر الألكترونات يعني يحرر الألكترونات مصدر يعني تعط toddك أصدقك الألكترونات الآلكينات, متفاعلة المتفاعلات متفاعلة الاسرة يحدث لديها تفاعلات يصبح تفاعلات تسمى التعريب 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 التعري أو الذرات التي تدور عن الألكترون وين الألكترون تروح وراء هيك يعني ذرة عدتها القابلية أن تستقبل الألكترون هيا هي هي المادة الباحثة عن الألكترون واللي هي تكون لها قابلية تستقبل تستقبل الألكترونات وين موجودة هيا موجودة بالآصرة بايت موجودة بالآصرة بايت. هسي شباب واضحة واضحة. هو احد شي ما فهم عن الموزي او وضح له. ايه صح كانت اعطيه. هسي واضحة شباب قبل انتقل وراه لان عندنا التفاعلات راح ناقض. راح ناقض بالقناة. شون اقدر احضر الالكينات العطب? شون اقدر احضر الالكينات? شون اقدر احضر الالكينات. شوف شباب. داي هايدريشن. اول طريقة. داي هايدريشن اوف الكحود. اوف الكحود. يعني اذا تريد التدور الترجم الحرفية له معناها تجفيف تجفيف الكحول يعني أنا إذا أريد أكون إذا أريد أحضر الكين عندي طرائق عندي أول طريقة اللي هي الكحول الكحول شنو الكحول تعالوا يا يعني الإلكترون في بس المواد اللي يتنزل اللي هي الإلكترونات باع 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 يقول إحنا يقول إحنا عندنا يقلني الآثرة دبل بونت تحتوي على سيقما تحتوي على اليمن تحتوي على آثرة اسمه سيقما واللي هي هاي الآثرة سيقما من تنكسر راح تصير كمصدر كمصدر للألكترونات واللي إحنا المصدر للألكترونات يعني اللي يحرر الألكترونات هو إحنا نقدر نطلق عليه تسمية الويس بيس يقول الألكترونات الألكينات متفاعلة 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 شون يعني متفاعلة يقول يعني متفاعلة كعمل الألكتروفيلز يعني كعمل الألكتروفيلز شون يعني هذا فهذا راح يجذب هاي الألكتروفيلز راح ينجذب على الألكينات لماذا نجذب الالكينات؟ لأنه باحث على الالكترونات باحث على الالكترونات والالكينز من انكسرة الآسرة مالكباي صار عنده شني؟ الالكترونات يعني حرة يعني طاليقة بقولتني فهو هذا باحث على الالكترونات فراح يجي إليه وسط هيجي يعني يقصد أتمنى تكونوا بكرا راح ناخذ الـ dehydration الـ dehydration تمام تمام شباب راح ناخذ الـ dehydration of الكعول يعني تشفيف الكعول يقول هنا لتحضير الالكين شو نسوي احنا نسوي dehydration of الكعول هاي اول طريقة فيقول حتى انولد حتى انولد يقول حتى انولد احنا الالكين احنا حتى انولد انا الالكين شنو نحتاج حتى نولد الالكين بواسطة الـ dehydration طبعا نحتاج إلى ظروف خاصة شنو ظروف خاصة يعني ظروف خاصة مثل حرارة الظروف خاصة مثل حامض طوية strong acid مثل حامض السلفوريك الـ H2SO4 أو الفوسفاريك مثل الـ H3PO4 يعني ذلك حوامض طوية وعندنا لازم الـ heat تكون الحرارة ما تكون مرتفعة بالتالي عندنا ظروف خاصة حتى يتم عندنا تفاعل الـ dehydration لتخضير الالكينات حتى نولد احنا الالكين بواسطة الـ dehydration نحتاج الظروف خاصة اللي هي الظروف العمليات الـ heating يعني الحرارة راح انحرر الكحول راح انحرر الكحول بدرجات حرارة عالية فالكحول في هاي المركبات في حرارة يعني راح نطي حرارة راح نطي حرارة للكحول بوجود بوجود شين بوجود بوجود strong acid بوجود strong acid واللي هو حامض السلفوريك اللي هو حامض H2SO4 أو حامض الفوسفاري اللي هو حامض الـ H3PO4 ويحتاج درجات عالية من الحرارة وبدرجات حرارة عالية فوش خلني جهسي ناخذ وحدة وحدة أريد واحد بكم بطل يقول لي هذا الكحول هذا الكحول أسف هذا الكحول هلعبكم من هذا هذا الكحول أولي لو ثانوي لو ثالثي شنو وضعتها هذا 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 أنا الجاي أشرع لي هذا هذا كحول أولي كحول ثانوي كحول ثالثي أول ليش أولي يقول لأن عندي أنا الـ OH يقول لي أنا قلك ليش لأن عدي مجموعة الكيل واحدة لأن عدي مجموعة الكيل واحدة مجموعة الكيل واحدة يعني هذا الكحول أولي هذا الكحول أولي بينما هذا كم مجموعة الكيل بمجموعتين الكيل وبالتالي هذا كحول ثانوي هذا كحول ثانوي أو تقدر تقول لي أن الذرة مالتني الأولى الذرة الأولى بتبطت بها قوعة على الطرف فنقول عنه كحول أولي وبما أن الذرة يعني بتبطت بها مجموعتين الكيل فهذا كحول ثانوي وإذا ردي يعني أو أوضحتها لكم أنا سابقا وهذا عندي مجموعة الكيل ثلاثة مجموعة الكيل ثلاثة فهذا يسموني الكحول الثالثة زين خوش إحنا عرفني هذا كحول ثالثي وهذا كحول أولي خوش عرفني إحنا هذا كحول أولي كحول ثالثة زين أنت شجاي يقول لي أنتهي ناناً جاي يقول يا شباب جاي يقول انه الكحول الثالتي اكبر من الكحول الثانوي والكحول الثانوي اكبر من الكحول شنوانت ليش ليش الكحول الاولي ليش يعني هذا اكبر ليش انا قلوم اهنانه انا عارض الشور المهم يعني جاي يقولي هنا انه الكحول الثالثي يكون اكثر او اكبر من الكحول من حيث مجامع الكيلين فيه ويكون اكبر من الكحول الثانوي والكحول الثانوي هو اكبر من الكحول الاولي. اه ثالثي اه بب بب. طبعا شرفتني زهراء على المالك. اي شباب خلني جي للتفاعل مالكي خلني جي للتفاعل مالكي. كل ما ازدادت عدد اه كي يصبح اكبر او اسرع وبالتالي لحصول على كينو طريقة اكبر. ايه قد يكون بكتور شنو المطبوب منك هالسلايد. هاذي 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 هالسلايد. هاذي هالسلايد يعني يقل لك انه عمليات الديهايدريشين. شنو التحتاجي شنو الظروف اللي الخاصة به. تحتاج يعني حرارة ان حرر الكحول وتحتاج حامض قوي. هس فرضا اذا أقول لك. ديهايدريشين نحتاج احنا با э мужا خطأ. لماذا ؟. لان احنا هاي العملية ما تم الا بوجود حامض قوي. مستحيل قاعدة ما يصير قاعدة المخطط وضع المخطط اي 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 انا قلت لكم على اعتبار هذا بمجاميع الكيلهواية فهوية راح يصير اكبر من هذا الكحول الثانوي والكحول الثانوي بمجموعة ينالكي فراح يصير اكبر من الكحول الاولي على اعتبار بمجموعة واحدة تقدروا تفهمون على وفق هذه الطريقة بس تعال شوفونا الميكانيزم هذا التفاعل قبل لا تجي اه طبعا خلي اجي اشرح لك اول بداية اجي اول بداية خلي اشرح لك هان المخطط يلا اعطيك الطريقة الثانية حتى تقدر تمشي عليه او كيف ان تريد بهاي الحالة او ماذا شباب عندنا اله هذا التفاعل هذا عندي هسا انا عندي هانا شوف شباب احطيكم قاعدة هاي القاعدة احبوه الار او اتش شنو الار او اتش يعني مجموعة الكيدر تبطت بها او اتش هذي يسمونه كحول هذي يسمونه كحول خوش الكحول يا شباب يتفكك منه بواسطة وجود حامض اله س او فور حامض اله س او فور وبظروف حرارة يعني لازم عندنا حرارة هي لانه لازم حرارة باش راح يكون لي راح يكون لي الكين راح يكون لي الكين راح يكون لي الكين زائد هاي كون لي الكين زائد اتش او او هاذ التفاعل اقدر ابسطة اليك بقطوتيين وينتهي ويطاع اليك النابج هذا النابج وشورة تفتم عليك خلي اجي اشرح اليك انا يسا خلي اجي اشرح اول بكبغة تقولة احنا عندنا اله كحول عندنا عندنا كحول وقلنا هذا الكحول بظروف خاصة اللي يوجود حامض قوي مثل حامض ال H2SO4 أو H3PO4 أي واحد من عتم فسوى الأفضل نكتب ال H2SO4 هنا عندي آنة حرارة ش راح ينتج عندي قلني راح ينتج عندي الكين الكين زائد H2O فتعال وياي فتعال وياي التفاعل مالتنا وين التفاعل مالتنا التفاعل مالتنا الصورانة كافة ايه هذا التفاعل مالتنا هذا المساعة بالمخطط موجود إذا سترجعون تلقوني نفسه هذا ال CH CH3 هنا عندي C هنا عندي CH3 هنا عندي CH3 هنا عندي CH3 هنا عندي OH هذا بالنتفاعل مالتنا مالة ديهايدراشن هذا راح بيمين هو نفس الوضعية هذا كحول هذا كحول يانBar يانوج هذا تالك لأن هاي مجموعة R هي مجموعة R هاي مجموعة R هذه مجموعة R منا UH هذا كحول تالك هنا عندي H2SO4 هنا عندي H2SO4 وبظروف حرارة وبظروف حرارة ماذا سيحدث عندي أنا يا شباب؟ ماذا سيحدث عندي؟ سيحدث عندي أنه هاي الأو أجمالتني ستسحب ذرة هايدروجين تسحب ذرة هايدروجين قليلا سيحدث عندي اله W v الهiy و هو موقف فساله اله انا با при manuscript كمالتنا CH3 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 وهنانا هنا جانت مو عندنا هنا جانت عندنا CH3 بس انت سويت ان انت من هاي درة الكاربون سحبت. فصار عندنا هنا دبلبوند هنا صار عدنا دبلبوند احنا صار عندنا دبلبوند.لى هنا 말씀� consent يعني صار هنا عندنا آسرة مو festوجة يا شباب� هنا احنا صار عن 2 encrypted Hunter من ناني بوجود الحامض قوي وبوجود حرارة الOH سحبت الOH خطتنا وهنا نتكون لتلي وما اني نسحب عندي اش من ناني فصار عندي هناني دبل بونتر آسرة مزدوجة خلي نرجع المخطط معالتي انه هو هناني زقايا اللي فينا يا شبار جاي يقول لك هناني انه عندنا هذا هذا حامض الH2SO4 هنالي يسوي لنا يا شباب راح يفقد طبعا هنا نقول لك تعمليات هنا ناني تفاعلات حدث ونالي يقول لك التفاعل بطيء تماما طبما عندك تعرف انه التفاعل بطيء او سريعين يقول لك هنا التفاعل سريع هنا التفاعل بطيء هنا التفاعل بطيء هنا تفاعل يكون يعني سريع هنا نجي شوفوا هذا مساء هذا المركب مالتنا هذا المركب مالت هذا المركب مالت شوف الحصيلة النهائية مات تشين الطاني وهنانا وهنانا شيني جاي يقول لك انه هو فقد من نانا اتش جاي يقول لك فقد اتش وبالتالي صارت عندنا الآصرة دبل بونت صارت عندنا آصرة اسمها باي بواسطة من اجت بواسطة فقدان ذرة هايدرو جين صارت هنا صارت هنا وليش صار الكاربون موجب لان هو فقد فقد او اتش وبالتالي اذا يفقد نحط له موجب على اعتبار يفقد فقده خلنا نجي نرجع للتائب الحاموض يقول لدينا هنا دست نرجع يقول احنا عندنا هنا هاي ال H2SO4 ال H2SO4 يا شباب ال H2SO4 راح يفقد ذرة من الهايدروجين راح يفقد ذرة من الهايدروجين وراح يصير على هذي الشكل راح يصير على هذي الشكل H شاح السخوش احنا قلنا الشخابيط بس ابناهية المحاورة ما قلنا هذي قلنا الشخابيط ابناهية المحاورة ما اتبقنا هذي رجاء عن ضبط النفس ندعو للجهات المعنية هين شباب ايه يقول هذي ال H2SO4 مر راح يفقد ذرة H اللي هي هاي فقد هي فقد ذرة ها ما الذي انشبه ما هذي سيصير راح يصير ال هذي عفو عفو سالبس نوجب يب بسبب لان فقد عندنا ذرة H فيقول هاي الذرة تم حتنا بهم راح تسوي إني إنيميشن يعني راح تحذف إني يعني مو تحذف يعني بالمعنى Eli الدقيق. راح تسحب 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 هاي الأو اجمالهة نه وراح تكون إني الماء، راح تكون إني الماء مصدت يا شباب. راح تكون إني الماء. وبالتالي إذا كونته إنما راح تكون إنه مركب مركب إسم ماشي يسمى اسمه كاربوكشن كاريبوكشن اللي هو هذا العملية هاي يسمونها هي هاي العملية مع كاربوكشن يسمونها عمضية تكوين الكاربونيوم عمليات تكوين الكاربونيوم يعني يقول هنه هنا ظرة الكاربون المركزية هاي ظرة الكاربون المركزية شبه شباب؟おっ Şubami? صارعتها صارعت�� هي tha آصرة عاصرة صارت عدتها آسرة شاغرة هنا لم تكن آسرة لا أتكون هنا صارت عدي آسرة شاغرة هنا آسرة شاغرة لأن ليش فقط 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 وحطيني حامض قادر يقول وبعد شني يقول هذا الحامض اله من فقد اله صار مركب غير مستقر صار غير مستقر فشلون حتى يرجع إلى الاستقرارية مالتي يعني يرجع اله دو اس او فور شون يرجع اله دو اس او فور شون يرجع يقول ذرة واحدة من الهيدروجينة موسي او ثري من الهيدروجين راح اهنانى الآصرة مالتها تيجيهنانى وراح تكونني يعني راح نحتاج yep what are we gonna take حتى نكون اله دو اس خفور نحتاج نرجع الذرة مالته الهيدروجينة اللي سحبناها من عدة هنا لعمليات الانيميشن بالحذف اللي يحذف إنا الو اتش ويكون إنا الماء فأيقول هنا أنا حتى أرجع أنا إلى اتش تو اس اوفور شا احتاج احتاج ذرة هايدروجين على المدير يرجع المركب مستقر لأنه حاليا غير مستقر هذا غير مستقر فاش راح يسوي راح يسحب اتش راح يسحب اتش من هاي راح يسحب اتش من السي اتش ثري فصار سي اتش تو فصار شن عندني سي اتش تو اه وهاي ذرة الاتش بيه يا شباب راح انسحبت وراح اتكون اني وهاي ذرة الاتش منسحبت وراح اتكونت اني الاتش تو اس اوفور فاش شن خلت بمكانه فاش شن سوت بمكانه سوت اني دبل بوند اللي هي يسمونها الاصرة باي بواسطة انتزاع ذرة من الهايدروجين حس اكيد انتم ما فهمتون اكيد انتم ما فهمتون فاجي انا اعيدتكم يا صورة طريقة باعوا يا شباب عدنا هذا كحول كحول تالي كحول وانا شريط اطلع له شريط انتج الالكين لان هو جاي قليل تحضير الالكينات بواسطة عملية الديهايدريشن بواسط عمليات الديهايدريشن فحتى اول وحدة عملية الديهايدريشن نحتاج حامل سترونج سواء اتش تو اس او فور سواء اتش ثري بي او فور بس الاغبط احنا انه هانا نستخدمه فيقول لانا شنو عندي يقول لك هذا هنا انا جاي يقول لك انه هادا الكحول ترى مالتك ثالثي شوان عرفته ثالثي اللي ينبيه مجموعات الكيل ثلاثة اي احنا مو شغلتنا باي حل فيقول عندي يا شباب انه حامض الاتش تو اس او فور راح يفقد ذرة اتش وراح يصير عندي بهذه الشكل اتش اتش اس او فور موجب اثنين موجب اثنين هاي الذرمات الاتش تو اس او فور اللي حررها انه راح تحذف انه او تسحب انه ال او اتش هاي مالتنا راح تسحبه وتكون لي الماء اللي جبت لكم انا من ساعاتكم يا معارض قلت لكم ار او اتش يساوي انه الكين زاعد الماء اللي هو هاد الماء اللي راح يتحرر عندنا وبعد فيقول حتى هذا الحامض مالتنا الحامض الاتش اس او فورس الموجب هذا غير مستقر غير مستقر فلازم يرجع الى حالة الاستقرارية مالته طبعا هنا انا بهاي العملية من كون عد الماء هاي يسمونها عملية الكاربو الكاربوكشن يسمونها هي عملية يعني تكوين الكاربون يوم اللي يعني يعني هنا انا عدنا هاي ذرة الكاربون مثل ما قلت لكم ذرة الكاربون هاي الوسطية راح تصير عند هذه دررة ايه ايه اصرة شاغرة اليه هنا انا كانت هنا اصلا لا聾 هنا بس من فقدناها صارت هنا لقد نقamat صارت عاصره shoغره المهم فا احنا قلنا هذا الحس او فور الموجب هاد غير مستقر صار غير مستقر فحتى حتى يرجع الى الاستقرار ايه ما لم تش يحتاج يحتاجح فهذا مو كان HC3 صار CH2 وفقط ذرة H وهذه ذرة الـ H راح تتحت مع هذا المركب مالتني ويرجع المركب مالتني الحامض مالتني H2SO4 وبما انه راح تمن عندنا هنا ذرة هيدروجين راح يصير هنا عندنا آصرة دبل بوند هنا راح يصير عندنا آصرة دبل بوند شون صارت عندنا دبل بوند مواسطة فقدان هيدروجين اللي هي حالة محلة صارت عندنا آصرة باي واضحة يا شباب واضحة اتمنى تكون واضحة يعني هو هيت يعني لازم تخبار هنا جايق لك هذا التفاعل سريع واقع تبع هنا يعني الاستقرارية الاستقرارية يعني الاستقرارية الاستقرارية خط اول هذه الحامضة تبعي كم مجموعة ال كيد يدخل من ضوء اثنين ثلاثة اثن então هذا هو ترشف. هذا شباب. سعيدوا obviamente. هذا هو هذا المركب شبه CH3 CH2 وC هنا موجب اللي هو نفسه هذا 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 نفسه اللي هو يسمونه يسمونه تيرشري كاربونيوم أيون وتيرشري كاربونيوم ليس يعطي榜 على 열� Tous في أجت centro فصار تيرشري كاربونيوم يقول هذل تيرشري كاربونيوم يكون أكثر استقرارية يكون أكثر استقرارية من السك front هذا المركب هذا التيرشري اللي بديه ثلاثة مجامية يكون اكبر من هذه السكندري شوان عرفت السكندري اللي يبيه مجامية عين سكندري مصطيت وهذا السكندري يقول هو هذا عدني هذه السكندري مالت ميد يكون اكبر يكون اكبر من 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 الاستقرارية مالت هذه الابرايميري وهنا نحن نجي ندون ملاحظة احنا هنا ندون ملاحظة مهمة تحلن هذه كلها شاني الملاحظة تقول الملاحظة يا شباب أنه كلما كان عدد ذرات الكاربون المرتبطة بالذرة المركزية المرتبطة بالذرة المركزية تقول كلما كان عدد الكاربون المرتبطة بالذرة المركزية مالتنا أكثر كلما كانت الاستقرارية مالت المركب أكبر واضحة يعني أنا ليش عندي التيرشيري كاربونيوم آيون أكبر لأن يحوي على لأن الكاربونات المرتبطة لدي الكاربونات مرتبطة بالذرة المركزية فالاستقرارية مالتنا ستكون أكبر بينما هذا السكندري كاربونيوم آيون يحتوي على اثنين من الكاربون وبالتالي يكون مالته أعلى من الفرايمري على اعتبار هذا بواحد أتمنى الفكرة واضحة ما شباب إذا ما واضحة عادية أعيد لك إيها مو مشكلة مو مشكلة أنا همشي عندي النكتب أنا همشي عندي النكتب أنا همشي عندي النكتب حالة خاصة مثل الحالات لما نحسب المرات المجموعة معه والله المهم شباب أريدك بس تكتب لي هاي الملاحظة يمك تكتب لي هاي الملاحظة يمك تكتبي بالدفتر وأنا راح أرد لك تكتب كل ما هذا pow what هاي كل ما كان عدد ذرات الكاربون هاي الكاربون هاي الكاربون المرتبطة بالذرة المركزية أكثر كل ما كانت الاستقرارية ما لك هذا المركب أكثر فبذلك اعتبرنا التيرشير كاربونيوم ايون هو اكثر استقرارية ليش لان عد ثلاث ذرات كاربون متصلة بالذرة المركزية بينما السيكندري يعني هذا قصدي هذا التيرشيري اكبر من السيكندري بينما السيكندري هو اكبر من البرايمري ليش هذي السيكندري اكبر من البرايمري لان عد كاربونات اثنين عند عدد ذرات كاربون اثنين متصلة بالذرة المركزية وبالتالي تكون اكثر من البرايمري اللي هو يحتوي على واحد كاربون متصل بالذرة المركزية بسطة حسبها واضحة هابا هاي قلبي انا خادم اليك والله خلي دكتور جمالي عزي سلم هاي شينو عندنا يا شباب هاي شينو عندنين هي ما عدنا هي عدنا عن دة هالوجين يعني هاي قلد التقدم يعني هاي عن دة بواسطة الـ هالوجينات بواسطة حلوجينات يعني حلوجينات كان الجهد china بالرمزل وبيع والريم والفلور rics والمجاميع من الحلوجينات يقول بالديهايدروهايدروهايدوجينيشين أو الكيلهالديس يعني شنو هنا عندنا يقول عندنا التفاعلات مالديهايد مال مجاميع الكيل اللي راح تصير عندنا شبيهة بس نشوف ايه انا تصور انا شارحة بالدفتر انو شنو انا اقدر اختصر لك اياها الملاحظة الملاحظة نفس الساعة مثل ما اخذنا ملاحظة مثل ما اخذنا ملاحظة خلي يجي اهنا انا اطيك ملاحظة عليه اه طبعا مش راح يطيني بالتواني بالتواني انا مدى اذكر التفاعل مالتي كي او اتش ذا بالتحول راح يطيني راح يهدفلني اج اكس و راح يشكلني الكيل ها بالضبع شباب خوش شوف شبابي شوف شبابي راح اجينا الورقة البيضاء الورقة البيضاء معه شباب انو انا مو عدي اقول تفاعلات حتى اكون الكيل عدي نوع ثاني من التفاعلات اسمه دي هايدرو هالوجينيشن بواسطة الالكيل واسطة مجاميع الالكيل يعني هي اسمه هالوجينيشن يعني هالوجينات اللي المرتبطة بمن بالالكيل يعني اقدر ارمزلها بالرمز ار اكس مجموعة الالكيل مرتبطة بمجموعة هالوجين يقول هاي اللي الار اكس راح يتفاعل مع الكي او طبعا هاي التفاعلات لايصور لانا عندي كي او اmare ما اخذ كل انا كي اوه كحولي راح يأخذ كحولي راح ناخذ الكي اوه هذا الKOH الكحول يا شباب من يتفاعل معه هاني شراح يسحب اني شراح يسحب اني شراح يسحب اني هاي بس ركزوا ياي بس ركزوا ياي انا غيرتكم اللون اموتكم واضح هاي ال X تروح وليش كي يعني ال K يسحب ال X يعني ال K راح يسحب اني ال X وبالتالي راح يضطيني K X و ال R اه عفو 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 انا بتسوي تانى الاناني راح يسير عندي فش بد في مجال X بال X مشكلة لازم ناخد كفاءة علي سأعطيك كمقدمة سأعطيك 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 إذا تفاعل عندي Rx مع KOH الكحولي سأعطيك 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 Kx زائد H2O هذا سأعطيك سأعطيك مثال سأعطيك مثال CH3 سأعطيك سأعطيك CH3 CH2 CH CH3 وهنا هنا في هذه الضرة سأعطيك مجموعة هالوجين والكلوري مجموعة X سأعطيك KOH سأعطيك KOH قلنا هذا كثولي كثولي تمام ماذا سيحدث ماذا سيحدث سأعطيك ماذا سيحدث سيحدث يا شباب أن هذا سيحدث سيحدث هنا سيحدث هنا 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 تأخذ K بالتالي سيطيني أكتب لماذا فقد لدينا هذه الضرة من K سيطيني K سيطيني K سيطيني الماء سيطيني الماء سيطيني الماء سيطيني زائد H2O سيطيني H2O هو هذا OH هذا OH راح يسحب من هذه الضرمات تلك اوكسجين هايدروجين العفو فراح تطيني الماء فهي هنا من الساعة نفس الشرح يطيننا C H 3 C H 3 هاي هنا انسحبة عدي درة هايدروجين هنا انسحبة عدي درة هايدروجين شرح يصير عندي رح يصير عندي C H تابس C H لا لا مو بس C H هنا فقط C L ومنها فقط C H رح يصير عندي الكين رح يصير عندي دبل بوند دبل بوند ليسك منها فقط ومنها فقط بس ياسع صارت عندي هنا هنا صارت عندي آسرة مستدوجة دبل بوند واضحة واضحة شباب صار هنا نانة C H C H C H 3 طبعا هذا انتم هنا تحطوني لازم انا نزلت جوا على موز الورقة بس الفكرة شنو الفكرة يا شباب الفكرة نحن هنا لازمMoHC باور وايام يا شباب نحن هنا لازمك بس أسوء pieces الساشت ان ا處 no no clor خلف فكرة منظمة الكحول سيسحب هذا الـ C-L يسحبه ياهو ويسحبه الـ K فهي يضطيني Kx وهذه الـ O-H سيسحبه سيسحبه لكي لماذا لم أخذت من هذا الـ C-H لأن القاعدة بالسادس تقول أنه شاهد هذا جار شاهد هذا الـ C-L مادام سحبنا من عطيه لا نسحب من عطيه الـ H لا يصبح نسحب من عطيه الـ H سيسحب من عطيه الـ H أقل فهذا الـ H أقل فهذا الـ H أقل فبالتالي الـ O-H سيسحب إليه واحدة من هاي الـ H و سيكون لي زائد H2O زائد H2O زائد وبالتالي سيكون عندي هنا نزل لي هذه التطائمات C-H3 C-H دابل بوند لماذا دابل بوند؟ لأن منا فقط هيدروجين و منا فقط لـ برانش تفرع فصار هنا لدينا الآصرة دابل بوند فشو فصاد هنا دابل بوند C-H3 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 أتمنى تكون الفكرة واحدة بس هاي احنا راح ناخذ التفاعلات اللي هو حسب ما مرتين اياهن حسب ما هو موضحنه تعالوا نانا شباب أنه يجا يقول إنا هنا هدنا يجا يقول يقول إن هنا عندنا إحنا راح يصير مجاميع الأل كيل تدخل بالتفاعلات تدخل التفاعلات مع تركيز قوي مع تركيز قوي تركيز قوي مني من القاعدة تركيز قوي من القاعدة يا قاعدة يا قاعدة واللي هي القاعدة على سبيل المثال راح تكون عندنا الكي او اتش الذائبة في الكحول الذائبة بالكحول عندنا نوعين عندنا نوعين من الكي او اتش عندنا مائي وعندنا كحولي بس هو يقول لا اولا حصارها اليك قال لا لك ان انا يا بتر هذا بالكحول فاذن ان انا هذا كحول H الكحول اللي راح نستخدمها بالتفاعلات فاش راح يصير عندي راح يقود لي إلى عملية حذف إلى عملية حذف H X راح ينحذف عندي إش راح ينحذف عندي X راح ينحذف عندي X وراح ينحذف عندي H راح ينحذف عندي H X أبصدت يا شباب يعني شوف هنا راح تكون عندي L Q هذا تكون عندي L Q كيف تكون قديل لا they. انا اقول لك كيف تكون بعدين. هو الساد المواضح. وتفاعل goya man مع ال kho te. هؤتش مع ال core. ها هي هي وينها هي語 بو ار هاي فا راحت ويا طفل كيقة ق فصار هنا عندنا هو tour. هو هنا انا طبعا ان احنا اقلب تفاعل انا متنoke البحizo حين احنا عدنا التفاعلات انتهم مثل لا يكملونها هي هنا راحنا الوه يا شباب الوه راح اياي هنا اكاتب لك هاي الوه راح تسحب الاجمالتني وراح تكون لي الماء وبالتالي وبالتالي انفقدت مننا اتش وانفقدت عندي مننا بي ار فصارت هنانا الاصرة يا شباب صارت هنا الاصرة دبل بونت اصور تكون الفكرة واضحة عندنا فبالتالي يقول لك راح يصير عندنا تشكيل المين للالكيد واضحة يا شباب انه هو جاي يقول لي هنا يا شباب يا عزائي انه جاي يقول عندي هنا بتفاعلات الدي هايدرو هالوجينيشن بواسطة الالكيد يعني الار اكس الى ذات الالكيد من تتفاعل يا شباب من تتفاعل وين الكي او اتش الكي او اتش بس يا كي او اتش الكحولي اللي هو الذائب بالكحولي راح نحصل على الكين لانه احنا هاي الطرائق هو علمه لتحضير الالكين احنا جاي نستخدمه فاش راح يقود لي هذا راح يقود لي الى عملية يعني عملية حذف عملية حذف اتش اكس راح يحذف لي اتش اكس ويشكل لي الالكين يشكل لي الالكين شباب بدا مواضح حق اللولي عن المدعيدة ما بدأ مواضح قلولي بس لا الصوتين يكون مواضح خطاي ما عارف مدعين عصم بعد 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 شيني نايمين قلنا واضح قلنا يتفاعلوا ما يصير على الحجاب لا واضحة فاضحة اه كون واضحة فول 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 مو الشرح ضيح تفاعلوا ايه لازم بيه تبها الدور علي ايه شباب ايه شباب ايه شباب هسا عندي انا هذي هذي الالكين مالتي انا هسا علم ان انا معذبكم وكل ايه شما ايديكم فرعاني نجي الورقة البيض شنو نجي تباعوا يا شباب عندي انا هذي سي وعندي مناني سي وعندي مناني بي ار خنا وضح لك التفاعل ما لك هو هذي شنو تفاعلها بي ار عندي مناني اتش عندي مناني اتش يسا يسا يلا هذا راح يتفاعل مع الك او ايتش الكحولي راح يتفاعل مع الك او ايتش الكحولي اللي هو جاي يقل لك الذائب بالكحول هو حسن ما اقل لك فاش راح يصير عندي يا شباب يا اعزاني راح يصير عندي انو هاي الكي راح تسحب البي ار. هو جايق لك بابا جايق لك راح يصير عندي انيميشن الاتش اكس. يعني راح ينسحب عندي اتش وراح تنسحب عندي اكس. صدق فعلا من هذا الالكان مايتنا الالكان طبعا. انسحبت عندي مني اكس. انسحبت من عندي اكس. بواسطة من الكي. شيني كولي كولي كي بي ار. كولي كي بي ار. بينما ال او اتش. ال او اتش مال اتش راح تسحبنه راح تسحبنه راح تسحبنه الاتش. يعني وقلنا راح يسحبنه انيميش. واضح 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 واضح. هيك تفاعل تفاعل لغيد تفاعل قوي يعني. وصور مايش علص. سيرون نايمين ما تدرون. باعوا شباب. عندي انا هنا. اه بس خلنا اقرب هاي. اقرب هاي. اي المهن. شوف شباب. انه انا كان عندي شنو. عندي هنا سي. وهنانا سي. وهنانا كان عندي اتش. وهنانا كان عادة اعادة. مو مشكلة ما يضر. ما يضر. اختلاف مواقف. ونه انا عندي باع. جاءت. كي او اتش. كي او اتش. هذا الكحولي. كحول. شرط كحول شباب لان عندنا ماء مشكلة. يعني ذا ما تكتب. فش راح يصير عندي انا يا شباب. راح يصير عندي انه هاي الاتش. راح تسحبها الو اتش. وبالتالي تكون لي الماء. تكون لي الماء. لان هو. ش راح يصير عندي بقى انا هاي العملية التكوينة. من الهاليد الالكي. الار اكش. الار اكش. يسحب لي. راح يصحب لي اتش. اكش. الاتش. ينسحب. الاتش. راح يترسل. الاتش. ما زالك الاتش. الاتش. راح يصحب لي. يصحب لي. يصحب لي. فراح يصير زائد. كي بي آر. كي بي آر. وبالتالي إنه المركب مالتش راح يصير هاي سي وهاي سي وبما أنه هاي طبعا الآثرة مالتنا سيجما وبما أنه فقد مننا آثرة ومننا آثرة فإذن هناك راح يصير عندي آنه يصير عندي دابل بوند وبالتالي تكون عندي ألسين بواسطة من بواسطة الار اكس زائد الكي او اتش اللي يتكون قاعدة قوية واضحة واضحة يا شباب هذا هو التفاعل مالتنا راح تكون عندنا هذا وساعة الماء والكي بي آر وراح تكون عدي الالكي هنا شنو أنا طبعا الحد من راح أتوقف راح أتوقف الحد الاكسيديشن او في الكي اللي هنا راح أتوقف بس خلني آخذكم هاي خلي آخذكم هاي خلي آخذكم هاي واضحة بس حتير بس لازل نكمل نلحق نكمل انتقالية اللي بالنص ماكو داعي لهمو الحالة الانتقالية اهي عافي اهي هاي اللي هاي كلاوات هاي كلاوات انه انت يشوفوا يا شباب انه انتم احتمالية يعني هو الميكانيزيم يعني احتمالية انه يقول لك شو نيجي الامسكيو يعني يقول لك بواسطة الديهايدريشن ش راح نستخدم احنا فرضا انا سانا اذا اريد اجيب لك اه امسكيو اولا اقول لك احنا اذا اريد نسوي بتفاعلات الار اكس حتى نكون الكين نحتاج راح اقول لك سترونغ بيس يعني قاعدة قوية له سترونغ اسيد لو شنو يعني فتت راح اه وفرضا ايقل لك اه اه فتت قل لي سترونغ بيس ومارات لا يقل لك احنا نستخدم سترونغ بيس طبعا شباب اللي هنا انا راح اتوقف بس اريد اشرح لكم على يعني شون الاسئلة واي سوال اللي هنا يعني راح اتوقف اللي احنا وين وطننا اه تفاعلات الار كين اللي هنا انا تفاعلات الار كين ان شاء الله ناقضها العصر نتملها ما هو بقان اللي القليل هنا انا شوف هنا انا يعني شون هستاذاي ده اجيب لك اسئلة عليها اقول لك انه احنا عدنا تركيز عالي تركيز من القاعدة القوية في تفاعلاتها لذات الار كين حتى نكون الار كين يا سترونغ بيس راح نستخدمه يا سترونغ بيس راح نستخدمه كي او اش دي سولفنت دي سولفت ان ووتر يعني احنا ترى عدنا كحول مائي عدنا كحول مائي يذوب بالماء عدنا كحول النوع من انواع الكي او اتش عدنا واحد مائي اسمه واحد كحول فهنان احنا نستخدمينا الكحول طررا جاب لك لا كي او اتش انا اي او اتش جاب لك بعض قواعد فتا تختار الكي او اتش فرضا يقول لك احنا نام مثلا بتفاعلات الهالدات الار كين حتى نتكون الار كين شنو راح يصير عدنا عملية الانيميشن راح نسحب اتش حتى نقدر نشكل الار كين او لا يجي يقول لك من ضمن عمليات تكوين الار كين عدنا دي هايدرو هالوجينيشن يقول لك ثرو اور فورس وانتبعت من هالباب هذا تجيك الاسئلة هكذا بس عود ما ليجيك عودة يعني احتمال احتمال وارد احتمال وارد وما انا واصطور سهل انت بش تقولون سهله صعب انه يطيك مثلا مركب بعض صيغة مثلا مركب انا على هواي اجيب لكم اجيب لكم مثلا سهله CH CH CH2 CH3 عفو CH3 انا على هواي جبت لك هذا وديت لك حطيت لك فوق هذا PR حطيت لك فوق هذا PR وحطيت لك جوه هذا H بس هنا شراح يصير عندي راح يصير عندي هاي اثنيا وهاي اثنيا وقلت لك فاعلة ويلك KOH هو يجايق لك عندك هذي المركب فاعلنا ويلك KOH كحوليش راح يطينا النافذ انت شراح تقله راح تقله انا قبل سراح تقل لك C is CH CH double bond O CH CH2 CH2 طبعا هاي اللاتية هنا ترتبط مو مشكلة عادي زائد K K PR ويحتمالي غير لك مو قوي شرط PR احتمالي جيب لك ينالك لور احتمالي جيب لك ينال اليوت مو مشكلة الفلور عادي مو مشكلة زائد الموم يكون X يعني هالوجي زائد H2O H2O هيا هاي تقفل به ما بيأي ايش حسن ليش